تطور الإنسان وتطورت معه وسائل النقل فأصبح الإنسان جالس في أغلب الأحيان جالس في السيارة جالس في البيت نايم في البيت ما يتحرك كثير صارت الرياضة شيء مو مفروضة عليك إنما شيء أنت تسوي في وقت الفراغ عندك حتى تحافظ على صحتك نفس الشيء بالنسبة للغات إذا يوم من الأيام ترجع ما أصبحت فورية وما تحتاج تتعلمها أنت تتعلمها فقط كما تقوم بالرياضة حتى تحسن من صحتك الذهنية أهلاً هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح ضيفي اليوم هو الدكتور محمد القاسم هذه الحلقة الثانية حلقة ممتعة استمتعت جداً جداً وأنا بس كذا هو يسوله فأنا مستمتعة فالحلقة رائعة جداً في حديث في مواضيع رائعة جداً من ضمنها أبرزها كذا ذكال إصطناعي والوظائف المستقبل بس الحلقة يعني أحسنها من أفضل حلقات حقيقتنا اللي سجلتها قبل أن أبدأ أود منكم مشاركة الحلقة مع منتعة تقديرنا تهم وكذلك الدكتور عنده بودكاست سوير بودكاست تستطيعوا الاستماع له في أي من التطبيقات البودكاست التي تستمعون إليها أما الآن لنبدأ أهلاً دكتور يعني مفترضاً حلقات البودكاست مع البودكاسترز أنها تكثر يعني وهذه الحلقة ما أحسني ما أحسني بتع فيها أبداً وحتى هنا جاي وانا مرتاح وكذلك وأنا أصلاً يعني جاي وأنا فان يعني مستمع يعني والله أشكرك صراحة أنا صراحة على فكرة فان الله يسأتك يعني يبقى الساوي البودكاست وعميد البودكاستات العربية شكراً قد رجعت الحلقات القديمة لقبل شي كنا نتكلم عن الجودة حلقاتكم أنتوا لا الحلقات كنت أبين 9-2010 ترجع تسمعها تشوف أحياناً أحياناً اعتمد على حسب الوضع يعني أحياناً في محاضرات بلقيها إيه أرجع مرة ثانية للبودكاستات أتأكد من المعلومات أسمعها لو قديش تتطور أوه لا تطور فارق شخص طبيعي إيه لا 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 فارق طبيع يعني شوف في البداية لا تنسى الأجهزة اللي كانت بتوفرة عندي في بدايتها كانت سيئة يعني سيئة بمعنى الكلمة كنت ألبس مثلاً مايكروفون وسماء إيه كان كان يعني شيء سيئة والصوت تعيس وطريقة الإلقاء تعيسة ما عندك أسلوب حيوي ينخفض بالصوت يصعد مع الوقت تكتسب المهارات هذه وتتطور إلى أن تصل إلى مرحلة أنت مرتاح مع الشيء اللي قاعد قدمه عرشون؟ وبعدين غير شيء جودة الكتابة تختلف يعني في البداية تكتب ما تدري حق منه قاعد تكتب هالكلام وما تدري شلون تكتب هذا الكلام وكيف تأثر في الأخير تكتشف أنه آه أوكي لازم أكثر من القصص لازم أكثر من يعني حتى عملية أنك تضبط الصوت والأمور هذه تحسن من الصوت لازم تحط المعلومات بطريقة معينة تبسطها يعني في أشياء معينة أنا ما تنازلت عنها من بداية البودكاست إلى اليوم اللي هي ما أنزل في مستوى المعلومات لأنه في ناس تسمع البودكاست تطلب مني أنزل شوية أنه ما يفهمونها فتبسطها أكثر بسطها أكثر فأنا إلى حد ما مبسطها بس مو إلى حد كبير حتى أعطي فرصة للناس أن تصعد بدل ما أنزلها تحت أنا فبها تصعد معاي ونكمل بس بشكل عام البودكاست واهي تطور لا لا اللي يسمع خلوه يرجع لها قاتلوله بس اللي اللي متأكد منه ويمكن قلت لك أول اللي متأكد منه أنه قديش أنت أثرك على الشباب أتوقع أنك لا تستطيع أن تتخيلها خصوصا سورة السن فأنا حتى أقدر أشوفها مثلا أحد أخواني يسمعك دائما فكذا أشوف امتنانة وكذا في حديث عنك أنا سمعت في أمارات يقول له معلومة فهو يصحح يحنين للناس يقول أثقة أثقة هذه نقطة مهمة أنت لازم تكون شخص ثقة يعني المعلومات اللي قاعدة أحطها قاعدة أتعب عليها حتى الشخص اللي يذكر المعلومة يذكرها وهو واثق إنه صحيحة فهذه الثقة ترى مهمة وأنتو قاعدين البراند ما لكم أيضا قاعدين تحاولون تسوينا ثقة وإذا ما تثق في المحتوى ما لدائي تسمع البودكاست صحيح طيب تسمحني تسمح لي كذا ننتقد بعض الناس طيب إيش فيه فيه أمس أو قبل أمس قبل أمس أتوقع كذا كنا سؤال فأنا والبراء يعني مع فإحنا حاضرين هنا في منتدى نقاط يعني طبعا هذه بعكسها بسؤال عليك يعني لنا ممداز صعوبته وسهوته فهنا في منتدى نقاط موجود اليوم هذا الأسبوع يعني في الكويت ومنتدى رائع جدا عن شنو أنا ما عارف عنها يعني كثير هذه السنة عن العقل المطاطي كذا العنمان حقه فهم لهم عشر سنين ففيه الجلسات الموجودة والضيوف الموجودين رائعين جدا حقيقة لكن وفيه منهم دكاترا وكذا لكذا تلقاه كويتي أو عربي أو حتى سعودي والمنتدى كويتي والحضور كويتيين وعرب وخليج أوكي اللي أرجوك ليه ما تتكلم عربي اللغة عربية لا إنجليزي يعني يعطيك خليط بين العربي والإنجليزي كذا أو يعطيك العرض كامل كله بالإنجليزي وشنو مشكلة هذا الشيء أحس إنه ليش ما يتكلم عربي وليش لازم يتكلم عربي حضور عربي ليش لازم أحسنا هنا تيجي مشكلتي ليش لازم المعرفة والإبداع أو لا ما يمديني يجيبه العربي أقوله بالإنجليزي وش مشكلة إذا قلت بالعربي شوف أنا أنا شغلي كله بالعربي أصلا هو كان المثال في جلستنا كيف أنك قادر في البودكاست أي أنك تقول كل شيء بالعربي بدون ما تخلي إنه العربية شيء ما نقدر نستخدمه في العلم والمعرفة لا بس تواجهني صعوبة أدري بس خلا أقول لك أنا ما بي أنتقدهم لأن أعرف وضعهم تخيل أنت تروح تدرس في الولايات المتحدة ولا بريطانيا عشر سنوات وبعدين ترجع إلى الكويت ثقافتك ولغتك وكل علمك مبني على اللغة الإنجليزية فلما تيهني وتقدم حتى لما تروح تقدم في مؤتمرات ولا تقدم في ورقة علمية ولا شيء من هذا أنت تقدمها باللغة الإنجليزية فبالأخير مطلوب أنك تقدم المادة هذه للعالم اللي أنت عايش فيه المشكلة أين تصير أن تعال ويقعد ترجم معظم المصطلحات اللي موجودة في اللغة الإنجليزية العلمية الدقيقة غير موجودة في اللغة العربية وإذا تحولها تفقد طعمها فلذلك تلاقيهم يعني على الأقل على الأقل مصطلحات يقولونها باللغة الإنجليزية اللي يتحدث باللغة الإنجليزية لأنه مرتاح مرتاح من اللغة ككل أسهل لأنه يلقي المحاضرة باللغة الإنجليزية بدلا من العربية صراحة أقول لك أنا بالنسبة لي اللغة الإنجليزية أفضل هي لغة العلم واللغة العربية فقدت طابعها من زمان يعني ما استمرين إحنا بالعلم عشان نطلع الكلمات يعني روح اليوم المؤتمرات عشان تسمي كلمة واي فاي ولا A ولا B ايتو 2.11 شيء شذي يعني أنا ما أذكر الرغم من الواي فاي ABC هذه تصير عليها نقاشات ونزاعات المؤتمرات من اللي يسميها الأسماء هذه نزين احنا ما قاعد ننتج التكنولوجيا ولا العلم ولا شيء نزين وإذا انتجنا بنضطر ننتجها باللغة الإنجليزية عشان يروح للأوراق العلمية القوية نزين الحين أنت اللغة اللي قاعدتك تفيها إنجليزية والعربية أصلا شبه ميتة في هذا العالم العالم العلمي فلما تكون عندك لغة ما تقدر تستخدمها تصبح اللغة الأخرى اللي تنتج المعلومات كلها هي اللغة اللي تحب أكثر محبوبة أكثر عرف شلون فهذه المشكلة اللي احنا عايشينها اليوم نتمنى من الناس يتكلمون لغة العربية واللغة العربية ما فيها يعني مو مخصصة للعلم وانت دارس كذلك بلغة الإنجليزية بسترم أتحب تحويلها إلى يعني اللي يصور أن أنا قاعد على أكتب الكلام مباشرة وأترجمها وكأني أنا مترجم لغة إنجليزية غلط أنا أشتغل بالساعات بس علشان ألاقي كلمة محددة يعني في بعض الأحيان أدور يعني خلقوا لك طريقتي في تدوير على اللغة التحويل من اللغة الإنجليزية إلى العربية أروح أقعد أول شيء أشوف المصطلحات وطبعا أنا أقعد أكتب ييني مصطلح إنجليزي قوي ما عارف شنو ترجمته أروح على المترجم مال جوجل أشوف الترجمة بس أحس أنه كأنه مو ذيك الترجمة اللي تسوى فبعدين أروح على الويكيبيديا أشوف هل الويكيبيديا زينة ولا لأ لأن الويكيبيديا عامة الناس يكتبون فيه ومو بالضرورة أيضا يطلع مناسب ما لقيت هذا الشيء مناسب أقعد أنا أفكر هل هذه الكلمة مناسبة كإصطلاح ولا لأ يعني مثلا حتى في شغلة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بيك بانج الانفجار الكبير يسمونا مع أن الإصطلاح الدارج حاليا الإنفجار العظيم فمنه تاخذ؟ منه الأفضل؟ شلون تقرر؟ أعرف شلون؟ فهذه أمور فيها إشكاليات قاعدين نعاني منها ومو عارفين شلون نتصرف معاها لأننا إحنا ما قاعد ننتج الكلمات الكلمات اللي تصير في الغرب تنتج عندهم لأنه أول ما يطلع العلم الكلمة معاه وعلى فكرة حتى أتذكر أنا لما كنت أكتب رسالة الدكتوراه الدكتور مالي كان مركز شنو تسمي هذا؟ هل تقدر تحط كل هذا الكلام الطويل في كلمة واحدة علشان تسهل على القارئ معرفة عم تتكلم زي فهذه هذه الشغلة تاخذ وقت والحين أنت حطيتها باللغة الإنجليزية تعال ترجمها إلى العربية تاخذ وقت أكثر بعد عرف شلون؟ وخلقوا المعلومة ما يخالف معلومة شوية يمكن صادمة وأنا انصدمت منها ومو الكثير من الناس تتقبلها اللغة العربية تعتبر بحسب تعريف مختصي اللغة تعتبر لغة ميتة كيف قاعد أنت تتحملها ولا ما تتحملها وفي ناس ترى على فكرة يعني يكرهون هذه الكلمة رغم أنها صحيحة على الأقل لبعض المتخصصين في اللينغوستيكس الآن أنا أخوي دكتور في جامعة الكويت متخصص باللينغوستيكس الكلام جاء منا أنا قاعدت أسمع الكلام هذا مصدوم كيف اللغة العربية ميتة؟ فقال بحسب التعريف التعريف اللي عندهم إن إذا لا يوجد شخص واحد يتكلم باللغة العربية فطريا بشكل طبيعي من غير تكلف فإذا تعتبر اللغة ميتة أنا أتكلم عن اللغة العربية الفصحة وليست لأن أحنا عندنا اللهجات هذه ليست ميتة لأن كلنا ننطق فيها بس علشان أنا أتكلم باللغة العربية حتى أتكلم باللغة العربية الفصيحة أحتاج أني أبدل مجهود أتكلم فيها فلذلك هايتعتبر يعني اللغة العربية عبر عنها بأنها ميتة لهذا السبب طبعا مو كل الناس تتفق على هذا الكلام فيه لينجويز ترفض وفيه ناس شعوريا وعاطفيا ما تحب أن تقول عن اللغة العربية أنها ماتت خصوصا أنها ترتبط بالثقافة وترتبط بال على فكرة ليست الكتابة كتابة موجودة بس الآن أتكلم عن النطق والكلام لأن الكتابة والقراءة كلها موجودة تمام كل واحد عربي يقدر يقرأ أي نص حتره قبل 1400 سنة يعني يقدر يفهم على الجواح بشكل كبير ما عندنا مشكلة بالفهم غالبا نفهمينا بس مو بالضرورة يتجي مصطلحات بس أنه فهم عكس مثلا الإنجليزية لو ترجع كم سنة وراء ما تقدر أخلاص لغتها وهذا تعتبر ميتة أيضا اللغات الإنجليزية القديمة تعتبر لغات ميتة بحسب هذا التعريف بس في ناس عاطفيا ما تتحمل لأنه مرتبطة بالديننا ومرتبطة بالقرآن ومرتبطة بالأحديد وهويتنا وهويتنا فهو شيء صدمني أنا بس هو شيء معترفي عند بعض المتخصصين في اللغة عرف شون فالحين تخيل معاي أنا مطلوب مني أني أخذ اللغة الإنجليزية لا والعلمية بعد الحديثة وأأتي وأترجمها إلى اللغة العربية في لغة تعد عند البعض لغة ميتة مصيبة هذه عرف شون أمر متعب وإحنا قاعدين نحاول نرجع اللغة العربية أتمنى أن ترجع فأنت ما تبي تفرض الشغلة هذه عنوة على الناس أنت ما تقول لهم يلا تعالوا تعلموا اللغة العربية لا أنت اللي تبي تسوي أنك تبني اللغة العربية من خلال ما تبنيه من علوم من أدب من شعر وما شابه يعني ما تفرض على الناس اللغة تخلي اللغة تفرض نفسها عليهم تخلي العلم يفرض اللغة عليهم فإذا ردينا مرة ثانية إلى العلم طبعا قد أنا ما أدري ممكن ما يسأل هذا الشيء إيه ممكن تصير الأمور مضبوطة ترد اللغة العربية وشلون تتعامل اللغة يعني أنا أدري أنه هذه ليست معضلة اللغة العربية يعني الياباني مثلا لو جاي يبغي يسوي بحث علمي يجب أن يكون بالإنجليزية الصيني يجب أن يكون بالإنجليزية أي أحد يبغي يكون ينشره في المجلات العلمية ومعتبرها وغيرها يجب أن يكون بالإنجليزية كان ألمانيا فرنسيا إسبانيا أي شيء وعدهم لغتهم أيضا أي شروفية مثل ما عندنا يعني هل بالنسبة لهم عنده بنافس حديثنا هذا أنه الانجليزية الناس جاسة تنسح بالانجليزية ولا بس إحنا تتوقع هل هم يشتكون ما أدري هذا عدم متخصصي لازم نسأل أخوي في هذا الموضوع بس هم عندهم مجلاتهم العلمية ويكتبون فيها أنا شفت مثلا بعض الأبحاث الصينية وأيضا عندهم مشكلة في الترجمة على سبيل المثال أنا أتذكر مرة من المرات كنا نطالع بحث صيني فأخذنا كلمة منها أحد أصدقائي دكتور في بريطانيا أخذ كلمة من البحث وسأل صيني شنو تعني هالكلمة الكلمة كان لها علاقة في الدكاء الاصطناعي زين فسأل السؤال هذا وراه طلع المعنى إذا خذيته مجرد من غير أي شيء ثاني لا علاقة في الدجاجة والبيض فأنت إذا خذيته بتجريد تواجهك هذه المشكلة أما إذا حطيتها من ضمن السياق كانت الكلمة لها معنى مختلفة أنا الآن ما أتذكر التفاصيل بس المقصود أنه أيضا هم يعانون يعني مو بس إحنا يعني بهال نظرة البسيطة وليست نظرة شاملة طيب معرفتك بهذه المشكلة وإدراكك لأن اللغة العربية تحت الضر إذا ما عنه لا تسميها تحت الضر عشان لا توهقنا مع الجنهة أنا أقول إنها تحت الضر أنا أقول إنها ميتة أنا أقول اللي قال قال لي بعض الناس المتخصصين في اللغة وفي بعض الآخر يرفض هذا الكلام أيضا هم متخصصين أنا بس قاعد أقول لك نظرة بعض المتخصصين لللغة العربية أو أي لغة أخرى تحت هذا التعريف أنا بقول لك مثلا الحين ليش أنا أحسني في ثمانية إنه إحنا تعنينا لغة العربية بدنا أسألك ليش أنت في سايوة البودكاست تتكلم بالعربية الرائعة جدا ولي واضحنا تأخذ منك جهد أكثر من أي أحد ثاني مثلا إحنا عندنا يعني كذا اللي يزعجني جدا ويربكني جدا لما أحصل على معلومة كذا مثلا ممكن أستمع البودكاست هيدين برين مثلا أو أسمع أي بودكاست أجنبي أو أتابع في تد مثلا كلمة تاك يعني أو مقطع في الانترنت وأسمعه أجد أني غير في فهمي لممكن الحياة كلها أو فهمي لدراكي بأي شيء وعرفني ما عرفت إلا لني أجد الإنجليزي فقط فقط لني أعرفت كلمة الإنجليزي إيش أقدر أحصل على هذه المعلومات وأجي طالع في الجنب الآخر يصير اللي لا يجي دل العربية ذنبه الوحيد أنه لا يجي دل العربية في أنه لا يستطيع أن يحصل على هذه المعرفة كاملة صحيح فأحس هنا يجي كده دور كده اللي يقول يجب أن يقول لهمهم بالضرورة تعصبا للتعصب بذاته بس كده اللي دائما حتى لما ترجم مثلا مصطلحات أو مع الضيوف كده أن يأصر على أنه تكون بالعربية هي أنه ماذا لو واحد لا يعرف من الإنجليزية شيء لظروف إما لعادلين أنه تعلم الإنجليزية مهم جدا لكن ما يعرف ليش نحرم من المعرفة وخصوصا أنه نقدر فهذا الهدف ليخلي لا تحرمها بس أنا أقول نصيحة تعلموا لغة الإنجليزية هي لغة العلم وين تروح يعني إذا تريد تعرف شعر باللغة الإنجليزية ما رح تفهم معاني والحاسيس والمشاعر اللي فيه إلا إذا عرفت اللغة الإنجليزية وكذلك العلم لغة العلم اليوم هي اللغة الإنجليزية فأنت ممكن تفهمها بشكل عام بس في أيضا هناك شعور بهذه اللغة أو شعور بهذا العلم يأتيك من اللغة نفسها ما تقدر تستقيها من أي مكان ثاني يعني اليوم إحنا مضطرين ندخل أغلب المصلاحات التكنولوجية من اللغة الإنجليزية في العربية وما لها مرادف ما لها أي شيء مقابل لها واي فاي وين يعني الثقب الأسود يعني شوي هذه واضح لأنه كلمتين بسيطتين بس أشياء راوتر يلا دور لي على شوف مثلا قرص صلب كلمة ثقيلة إن زين وايد وصلنا ترجع بها هارد ديسك يعني اي هارد ديسك قرص صلب أنا صراحة الكلمة هذه ما أحبها ياريتي لا أقول لهم كلمة ثانية بديلة فإحنا لأنه ما قعد ننتج فالكلمة ما تصير مقبولة عندنا فعموما يعني طيب أنت الشي اللي يخليك إذن يعني ما هو الدافع أنه يخلي سوي البودكاست باللغة العربية لأنه في مستمعين ما تصل لهم الرسالة مثل ما قلت أنت أنا قاعد أحاول أو أصل لهم الرسالة وفي نفس الوقت أتمنى منهم أن يتعلمون اللغة الإنجليزية حتى ما يحتاجون بالعكس خل العالم كله يتعلم اللغة الإنجليزية وممكن تصير تراجم بعدين ممكن الناس تترجم ويتصير ممكن ييه مجدد هذا المجدد ييه جدد روح اللغة العربية مرة ثانية بس أيضا إذا كان يبي يجددهم لازم يجدد معاها يحيي معاها بقية الأمور اللي تركب عليها اللغة العربية ويطورون الكلمات من خلال تطويرهم للعلوم وما شابه من الأشياء الأخرى غير العلمية أحس أن هذا أفضل سيقوي يعني كذا أفضل مدخل بدخلك على الذكاء الستناعي كذا وانا جاءت أفكر فيه قلت أوه يا خيانا رهيب يعني السيقوي أنت فكرت أنك رهيب للسيقوي وهذه ترى مهينة طيب الآن وحيانا تخوني ترى بس يعني مشكلة الآن يعني فيه ناس يجي تقول مو بناس بس أنا تخيل أحيانا اليوم لما تجي تشوف وين الذكاء الستناعي منطلق يعني فيه فيه تجربة بسيطة للجوجل اللي هي جوجل السماعات الجديدة حقتها بارنا تقدر تسمع وترجم مباشرة صح ما أدري إذا أعلن عنها مايكروسوفت عندهم بس ما أدري إذا جوجل عندهم أوكي سوى مايكروسوفت عندهم سوى ترجمة فورية فاليوم بيجي يقول لك أوكي إذا هذه لا تزال كده في بداياتها ما نظر أنه خمس سنين عشرة سنين بتركب Airpods حق أبل ولا أي سماعات الجديدة وانت تتكلم إن شاء الله أي لغة تبغاها يعني صيني وأنا أعرفك عربي وأنت أنا أتكلم عربي وأنت تتكلم صيني وإحنا فهمين بعض فما مدى الفائد لأنك تتعلم لغات ثانية آه خوال السؤال إيش رايك بالله لا يسأك وإي رايل والله سؤال قوي صراحة شوف أنا ما أدري لا يمكن يعني خلني أفكر يعني هذا السؤال قوي جدا شنو شلون تجاوب على سؤال ترجمة فورية وحاشتك لللغات بعد ذلك طيب شرح شرح للناس وشوش اللي بيصير يعني في المستقبل بالنسبة لل يعني في طبعا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قعد تطور أشياء كثيرة اللي تاخذ مكان المخ زين بس أنا أحاول أركز على سؤالك لأن سؤالك مهم هل ستكون هناك حاجة لأن نتعلم لغة أخرى ولا لا أنا تصوري نعم مثل ما قلت لك أن حتى تفهم المغزة والعمق اللي موجود في اللغة لازم تتعلمها بنفسك لازم تستشعرها يعني يعني مثلا اللغات اللي أنت اليوم لنفترض أنت الحين تعرف لغة تعرف اللغة العربية وتعرف اللغة الإنجليزية بس في ناس لأنها تعلمتها متأخرة اللي صار معهم أنه ياخذ اللغة الإنجليزية يمررها على اللغة العربية بعدين يفهمها أوكا زين بينما الشخص اللي يتعلم لغتين في الصغر استيعابة ما تمر ترجمته على اللغة العربية كوسيط بين الفهم واللغة الثانية زين فإحنا إذا تعلمنا اللغة تصير جزء من تركيبتنا فنفهم المغازي المعاني فهذا جانب ما تقدر تحصله إذا كانت هناك ترجمة فورية الترجمة الفورية بشكل عام ما تعطيك المعاني كلها تصور أن تذوق القرآن مثلا الكلمات الجميلة ما يصير إلا إذا فهمت اللغة وصار عندك مثل جزء من كيانك فنفس الشيء بالنسبة لللغات الأخرى ترى كل اللغات قوية يعني فيها احنا نعتقد أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة اللي عميقة وقوية لا اللغات الأخرى كلها تعتبر لغات قوية حتى لو كان شخص في أفريقيا يتكلم بلغة بسيطة إلا أن فيها لها معاني ومغازي وعمق وغيره فهذا مهم بالنسبة لنا إذا أردنا هذا الجانب أما إذا أردنا مجرد الترجمة للفهم للتواصل مع الآخرين فلا مو بضرورة أن نتعلم اللغات الأخرى خلع أعطيك أنا مثال في السابق في يعني أنا تاريخ نتكلم عن تاريخ البشرية في القديم تماما كان البشر يبحث عن الطعام فورجينغ يسمونا تروح البشر القدماء جدا يعني نتكلم عن أيام الأولى لوجود العقل البشري وتطوره فهذا يبحث عن الطعام فيضطر أنه يمشي مسافات كبيرة جدا يوميا يضطر يمشي تمزين فيروح يقطف الثمار يروح يلاحق الحيوانات وما شابه فكان دائما في حركة رياضة تمزين بعد ذلك تطور الإنسان وتطورت معه وسائل النقل فأصبح الإنسان جالس في أغلب الأحيان جالس في السيارة جالس في البيت نايم في البيت ما يتحرك كثير فشنو اضطر يسوي اضطر أنه يخلي الرياضة شيء ليجر أو يعني في وقت الفراغ يسويها يعني صارت الرياضة شيء مو مفروضة عليك إنما شيء أنت تسوي في وقت الفراغ عندك حتى تحافظ على صحتك فالفكرة شنو أن أنت نفس الشيء بالنسبة لللغات إذا يوم من الأيام ترجمة أصبحت فورية وما تحتاج تتعلمها أنت تتعلمها فقط كما تقوم بالرياضة حتى تحسن من صحتك الذهنية على سبيل المثال فهذه هي الفكرة أن لما تأخذ منك شغلة تحاول تستبدلها علشان لا تضعف أنت بشكل عام قدرة الذكار الصناعي في تغيير شكل الحياة لا أدري إذا هو نقدر نقول أنه مخيف بس أنه رهيب في حد ذاته مخيف والله مخيف والله مخيف أنا أدري في ناس اليوم وأنا يعني أعرف هذه المعلومة لأن أنا مشتغل فيه شخصيا أعرف أنه اليوم بسيط جدا ولن يؤثر على البشر ولكن إذا تطالع إلى المستقبل الوظائف وما شابه أنا أعتبره مخيف يمكن أنا أرمى بجانب اللي يخوفون من هذا الموضوع مثل إيلون ماسك ستيفن هوكينج كانوا يخوفون يحذرون بس وفي الناس اللي تشتغل فعليا بيدها بالبرمجة وأنا واحد منهم يعرفون أن الليل حين الموضوع ما تكامل فتخيل معاي في المستقبل لما يتكامل كيف رح تصير الأمور وهذا الخوف والرعب اللي الناس قاعد تخطط له من الآن هي الوظائف يعني عبد الرحمن بو مالح يستبدل بذكاء صناعي في البودكاست طيب عبد الرحمن بو مالح شي سوي في الحالة هذه مشكلة ترى ترى على الفكرة يعني ندخل في الوظائف الحين عندك سكرتارية احنا نعرف اليوم جوجل سوت برنامج قوي يرد على التلفونات بدالك انت صحي وهذا عرضه وأبهر الجمهور إلى أقصى الحدود لدرجة انه اللي ترد الذكاء الصناعي لما ترد على التلفون ترد وكأنها بشر فيها السكنات فيها آه هذه الأشياء اللي احنا نسويها طبيعيا وأنا قاعد تكلم الآن معك في بعض الأماكن توقفت فيها طلعت همهمات أو معرفة الصلاح لها ولكن هذه الأشياء أصبحت من ضمن الذكاء الاصطناعي فالحين السكرتارية ممكن تستبدل الموظفين اللي يشتغلون في المحامة ممكن يستبدلون اليوم شفتها على المحامة شفت كذا في فيديو كان الفيديو المين HBO Vice فكان ظهر تقرير عن مستقبل الأعمال الوظائف فبحط الفيديو في وصف الحلقة فهم يمشون في كذا وظيفة من ضمنها المحامة وجابوا محامي وجابوا واحد عنده شركة ذكاء الصناعي للمحامة فكذا هذا أخذ منه دقيقتين وخلص هم أعطوهم ورقة قالوا يلا خنشوف من اللي بيكتشف الأخطاء فيها لأنه كان عقد وحطوا فيها أخطاء معين فهذا أخذت كذا جلس بيسوي الكاميرا تشوفها عليها التالي 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 وهذاك محامي في أخذ نوراك جيسيك هذا أخذ منه دقيقتين الطهر أن يأخذ الوراق سكان مدريش هذاك أخذ منه ساعة وأربع دقائق هذا 98% كان صح هذاك دار 85 البشر البشر ما انتبه لأشياء يعني حتى فيه كذا اللي كانت تغرى موجودة حطوها بلعاني أو هذاك ما انتبه لها بس الآلة انتبهت لها فشوف كيف يعني محامي يعني كذا لعيني عينك اليوم بالضبط فتخيل يعني انت تخيل معاي ان هذا في الكثير من الوظائف المكررة هذه واحدة من الوظائف اللي فيها تكرار يتم أتمتتها انتهى الموضوع بالنسبة للبشر طيب انت الحين شلت الانسان من وظيفته زين وخلأ أضيف بعد أوكي مو بس الوظيفة عندنا مشكلة ثانية كبيرة الخط الدفاع الأول للذكاء الصناعي اللي سيستخدم في الجامعات وفي الوظائف من أي ناحية انت يا يتقدم على وظيفة أو تقدم على جامعة انت عندك سي في انت عندك مثلا كاتب معلومات أخرى عن نفسك صورتك حاط المعلومات الشخصية اللي في التواصل الاجتماعي عن نفسك فتخيل أنا أخلي الذكاء الصناعي يطالع السي في يطالع التواصل الاجتماعي مالك يشوف كل هالمعلومات هذه ويقرر كدفاعي أول للجامعة مئات الآلاف يتقدمون للجامعات ليش تخلي البشر يطالعون هذا الشيء خنسهل على أنفسنا المهمة نحط الذكاء الصناعي خصوصا أن الذكاء الصناعي تسعين طبعا تسعينات الضعيف يعتبر 98% دقيق تسعين طعيفة ايه تسعين لا يعتبر ضعيف في بعض الحالات التسعين يعتبر سيئة بعد فتخيل وهالذكاء الصناعي قاعد يوصل إلى 99 وشوية بالمية صحيح في بعض الأشياء طبعا نزين تخيل هذا الخط الأول يطالع في السي في ماتك يقول لك أنت ما تقدر تدخل عندي بالجامعة لأن بعض صفاتك لا تسمح لك بذلك نزين أنت ملتحي يمكن الشخص الملتحي له صفات معينة مو مرغوبة في عالمهم مثلا في العالم الغربي على سبيل المثال ولو أن هذا مو صحيح بس أنا قاعد أقول لنفترض أن الذكاء الصناعي كان عنده هذا الانحياز وهو اللي يقرر يعني هو اللي يقرر طبعا خط دفاع أول أنا ليش أطالع 100 ألف متقدم ليش أطالع 30 متقدم إلى الوظيفة وغير أخلي الذكاء الصناعي يفلترهم لي ترعب فكرة يعني رح يفلتر بشكل جيد يعني مو أنك يعني مو بالضرورة أن يكون سيئ ممكن يكون سيئ الحين أقول لك ليش هذا الشيء ممكن يكون سيئ بس بشكل عام تحط هذا كخط دفاع أول كم واحد من الناس اللي ممكن ما تحصل للفرصة يروح الجامعة وهو زين ولكن لأنه عنده بعض الصفات التي لا يقبلها الذكاء الصناعي ما دخل إلى الجامعة ما دخل إلى الوظيفة وفي ناس حتى ممكن ممكن أن عندهم بعض الظروف صارت في حياتهم خلتهم في السي في على وراءة السيئ يعني سيئ فش تسوي في هذا ما تعطي فرصة الذكاء الصناعي ما يعطي فرصة يعطي فرصة للناس الممتازين وهكذا وأتذكر يعني إذا مري بوهمنا فيه في نيوجيرسي أنه مطبقين الذكاء الصناعي على هل في الشرطة فيقدر يعرف إذا أنت يعني مجرم مجرم أو أنت مجرم مجرم فاهم هذه ما شفت أنا ممكن يعني كذا على أنه يطلعونك بكفالة أو ما يطلعونك بكفالة بناء على قرار الذكاء الصناعي فهو يقرأ مثلا التاريخك وكذا وبرضه أنه يتعرف على صوراتك من خلال الكاميرات الموجودة يعني كذا يأخذ أشياء كثيرة وبدأني يقرر يعني يقولون أن تجربة جيدة خسانية شف ممكن أنها تدخل هناك يعني ممكن تدخل مو بس حتى الجامعات أي مكان خلأ أقولك مثال وهذا مثال أنا دائما يعني تكلمت عنه في البودكاست وضربته في المحاضرات اللي أقدمها واحدة من أرواع القصص اللي مرت علي اللي تبين كيف أن الذكاء الصناعي ممكن يكون مدمر بس خليني أقولك يا هكا قصة من ناحية أن هناك بشر عندهم انحيازات ثم بعد ذلك نأتي إلى الذكاء الصناعي قصة من القصص أنه كان هناك شخص أسود نازل من سيارته في الولايات المتحدة الأمريكية حاط السيارة في وسط الشارع رأت أمرأة يايب سيارتها تبي تعبر تشوف هذا الشخص واقف وطالع بره السيارة وكأنه يهلوس في عنده مشكلة تصلت بالشرطة تعالوا اخذوا هذا الشخص شوفوا ووضعه شون صاير أتت الشرطة وكانت هناك شرطية من ضمنهم وحوطوا وحطوا عليه المسدس ووجهوه إليه وقاعدين يكلمونه وهناك هليكوبتر من فوق قاعد يصور الصورة هذه وينقل الخبر إلى وسائل الإعلام أثناء ما هو قاعد يعني يتحرك إلى سيارته رايح والشرطة معه موجهي المسدسات له الهليكوبتر قاعد يتكلم عنه فجأة سقط الشخص على الأرض فالهليكوبتر يقول يبدو أنه ضربوه بالتيزر الجهاز اللي كهرب بعد شوي تسمع صوت الشرطية عبر اللاسلكي عبر الهليكوبتر أنه نار أطلق وهذا الشخص طاح على الأرض تخيل الزين الحين شون اللي صار هذا الشخص حط إيده في جيبة ويبي يطلع شغلة من جيبة وهو أسود الشرطية أطقت عليه النار وقتلته ومات أثناء ذهاب إلى المستشفى توفي شنو كان حاط إيده حقه شنو كان يأخذ هل كان في جيبة مسدس لا كان في جيبة المحفظة طلع المحفظة على أساس يوريهم هويته وهني الشرطية على عجالة بتفكير سريع ومن غير قصد أو نية سيئة من ناحية السود أطلقت عليه النار ومات زين الحين نتساءل هل هذه الشرطية منحازة ضد السود لما تي تختبرها وتسهلها أسئلة وتشوف حياتها تكتشف أنها غير منحازة تماما بالعكس إنسانة ممتازة ما عندها ينحياز يعني مثلا لو أنا أسأل الحين شخص في وظيفة هل أنت منحاز للحضر للبدو للشيعة للسنة للكذا يقولك لا أبدا أنا مو منحاز بس فعليا داخليا هناك انحيازات ضمنية هذه الحيازات الضمنية اكتسبناها مع مر الوقت نفس الشي الدكتورة هذه في الدراسات بيينت مو عنها هي بالتحديد بس بشكل عام أن البشر عندهم الانحيازات فال عفوا مو دكتورة قصة الشرطية دكتورة اللي درست الموضوع اسمها مازرين بناجي هذه الدكتورة بحثت في الموضوع وتقول أن هذه الانحيازات الضمنية سوري هذه الانحيازات الضمنية موجودة داخليا عند الشرطية ولما شافت الشخص الأسود يحط ايده في جيب اعتقدت أنه رايح للمسدس لأن فيه انحياز ضمني أن السود ممكن يعني أخطر من غيرهم مثلا في داخلها هي لا تقصده وفعلية لما تسألها وفعلية لما تسألها ما عندها هذه الانحيازات فإذن الانحياز ضمني خفي داخلي موجود بداخل صدر هذه المرأة ومن خلاله قامت بأفعال معينة فالشخص اللي يريد أن يتقدم لوظيفة معينة إلى الشخص ما عنده انحياز ضد البدو ضد الشيعة ضد السنة ضد الحضر هو فعليا عنده انحيازات وممكن لو تقدمه اثنين بنفس المستوى واضطر أن يتخذ القرار بسرعة راح يتخذه للي من حازلة من غير ما يشعر ترى هو ما يقصد لا نريد أن نظلم الشخص اللي اتخذ القرار في النهاية ولكن هاي الانحيازات موجودة وهذه مدروسة وعليها دراسات في جامعة هاربرد وموجودة كأسئلة على الموقع تقدر أنت تجرب نفسك وتشوف إذا عندك هذا الانحيازات أنا جربت واكتشبت أنه عندي الانحيازات استطلع مع التجربة تجربة سريعة فيها حركات سريعة تجربها نزيل تعال إلى الكمبيوتر الحين الكمبيوتر أيضا ادرسه في عالمة من العالمات في تخصص الكمبيوتر يابت ما أذكر كم كلمة ثمان مليارات كلمة من المعلومات اللي موجودة على النت وغذتها إلى الكمبيوتر حتى تشوف ما إذا الكمبيوتر أيضا ينحاز أو لا ينحاز لقضايا معينة طيب من اللي حط المعلومات هذه نحن البشر نحن البشر أورادي منحازين يعني على سبيل المثال لو أنا أريد أن أكتب مقالة عن الممرضات والممرضين غالبا لما أتكلم عنهم غالبا الممرضات سيكونون نساء نزيل فهذا انحياز مع أن هناك الكثير من الممرضين اللي هما رجال نزيل لما أنا أخذ المعلومات هذه الكمبيوتر يشوفها راح تكون الممرضات الأكثر نساء أو الممرضين يعني بشكل عام نساء فينحاز لهم عن غيرهم في هالموضوع هذا يقولون له أنت عندك لحية وما راح ناقب لك بس طبعا ما الكوبيوتر برح يقول هالكلام بس مجرد لا ولا ولا ما نفضله شايف شلو يعني أتوقع أن اليوم ما دري إذا يستخدمون أو لا بس يعني في مطار جيف كي كندي في نيويورك ما دري ولا وش اللي يستخدمون بس إنها إذا جيت تدخل أو شي تبيب هذا ما دري تصدق اللي يستخدمون الآلة في الوج بس إنه ممكن بس إنه يقرر على إثرها يحط عليك X فتروح للشرطة الموظف الجمارك أو يقول لك تمام فتروح خلاص اللي تدخل أمريكا بس واحد يأخذ منك رأيك فأنت تعب يكوشي بالآلة بدين تصورك تحت جوازك تحت مدعيش بيانات صورك صورة بدين يقرر هل تروح هذا طبعا فحصرا حتى بعد الآلة ما تخلص منها تلقى فيها إذا عليك X روح إلى إذا ما عليك روح وتخيل بالصين أيضا صين الزكال الصناعي واصل مخيف يعني تقدر تراقب الناس مراقبة جبارة يعني اللي تسوي الصين ما هو طبيعي جدا أبدا طيب أرجع للي ما هو طبيعي بس إنك ما شرحت أنت قلت أنه اليوم أنت اللي تشتغلون على الآلة على الذكال الصناعي كذا مخيف بس إنه إذا تكامل يصير مخيف شنون يتكامل يتكامل لما يصير الذكاء الصناعي عام أو الذكاء عام الصناعي Artificial General Intelligence إذا قدرت تسوي الذكاء الصناعي يحل محل البشر في كل وظائفه لأنه نحن الذكاء الصناعي مركز يعني لعبة ألفا ستار تغلب فيها الكمبيوتر على البشر أفضل البشر أثنين في هذه اللعبة الأبطال خمسة إلى صفر نزيل تعلم الكمبيوتر خلال أسبوع واحد ما يعادل تعلم متين سنة من البشر يعني لو تحط إنسان يريد أن يتعلم نفس اللعبة بنفس الكفاءة مثل الكمبيوتر يحتاج إلى متين سنة حتى يتعلمها فهذا تعلمها في أسبوع واحد وتغلب على أثنين أبطال حول العائل أظن أثنين هم أمريكان كانوا اللي هي طبعا جوجل اللي مسوي هذا الشيء وتغلبوا تغلب الكمبيوتر عليهم هذا محدود في جانب محدد يوم من الأيام إذا صار الكمبيوتر قادر على أن يتعلم أي شيء ويفكر فيه أي شيء بعد شنو فائدة للإنسان في الحال هذه شنو ممكن الإنسان يسوي يعني شنو الوظيفة اللي ممكن تعطيه إياها اللي ممكن يبدع في الموسيقى أكثر أو يبدع في الشعر أكثر أو في الكتابة أو في العمل أو في اتخاذ القرار وما شابه ما أدري ما أدري خلق أقول لك أعطيك أنا الحين مثال حي صار قبل سنة أو سنة وشوي خبر صدر عن أمازون أن أمازون بدأت تطرد موظفيها عن طريق الذكاء الصناعي الذكاء الصناعي هو اللي يقرر إذا يضل في الوظيفة أو يطلع تخيل ترر رعب والله يرعب بس أقول لك اللي أكثر رعبا من هذا العمال الموظفين اللي يشتغلون في أمازون هم عندهم أماكن مستودعات ضخمة بقدر 17 ملعب كرة قدم هذه المستودعات موجودة في كذا مكان في الولايات المتحدة الآن عندك أنت موظفين داخل ما تشوفهم تقدر تدخل صديقي دخل إلى واحد من هالمستودعات ووروهم الروبوتات اللي تشتغلوا تسحبوا تنقل الأشياء وحلو كلها حلو بس هناك مكان ما تدخله هذا المكان في بشر بشر شلون يشتغلون طبعا أنا ما بأقول أن هذه أمازون خلينا نقول هذه الشركة ليست أمازون بحد ذاتها لأن هذا حتى أمازون رافضة أن تعترفها نقول شركة من زين وليست أمازون داخل هذا المكان في ناس اشتكوا من الأوضاع اللي أوضاع العمل اللي موجودة في الداخل شنو اشتكوا مننا بالضبط إنه تخيل الحين العامل موجود وحوالينا أغراض الدنيا الهدف من عمل هذا المكان هذا النوع المستودع أن يوصل البضاعة خلال ساعة وحدة بعد الطلب يعني أنت قاعد أنت الحين قاعد على الانترنت وتبي تطلب شغلة من أمازون عندهم التوصيل السريع خلال ساعة وحدة يوصلون لك البضاعة إحنا لما نطلب من أمازون توصلنا خلال أسبوع عشر تهيام إلى الكويت هناك عندهم في بعض البضاعة بريطانيا أنا لما كنت هناك أربع ساعات أمريكا ساعة وحدة طيب ليش قاعد يصير هذا الشيء بسرعة الموظفين طبعا الآن خلنا مرة ثانية مو أمازون شركة ثانية عندهم مستودعات كبيرة وتوصل للناس في ساعة مدريش شركة الحين أكو داخل ناس يشتغلون عندهم أجهزة لوحية الأجهزة لوحية تقول لهم البضاعة وين موجودة بداخل المستودع لا يعرف أحد مكان هذه البضاعة سوى الكمبيوتر الكمبيوتر يعرف بالضبط وين موجودة لأنه ملخبط المكان مو ملخبط تماما بس يعني الفكرة أنه مو حاطينها بالطريقة التقليدية أنه كل شيء مع بعضها يعني مثلا تلفزيون مع بعضها الأكل مع بعضها مش عارف لعب ألعاب مع بعضها تمام لا مفرقة بطريقة معينة يفهمها الكمبيوتر ويدري أنه إذا سواها في الطريقة هذه أسرع في الحين الموظف يقضب التابلت فيديه ويتيه لإشارة أنه أب روح إلى المكان الفلاني بالضبط وأخذ البضاعة الفلانية وحطها في الصندوق مالها عندك عشر ثوانية عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة ويحسب لك إذا وصلت هناك وما لقيت البضاعة يقول لك موجودة أنت ملاقيها ناقص واحد ناقص اثنين ناقص يبدأ ينقص منك نقاط زي فأنت الحين تبحث ويسون سكان عشان يثبتون للكمبيوتر أنه فعلاً موجود ماكو 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 البضاعة مو وجودة زي خلصت الحين اللي نفترض لقيتها حطيتها البضاعة الثانية اللي محتاجينها موجودة في المكان الفلاني عندك ثلاثين ثانية ثلاثين تسعة وعشرين ثمانة وعشرين زي أنت دخلت إلى الحمام الحين بدأ يحسب العدات الوقت لك إي خلاص يحسب عليك المطعم عندك تسعة وعشرين دقيقة فاصلة مش عارف إيش كسور علشان تاكل تتعداها تنخفض النقاط عبيد للكمبيوتر آه فليش عبيد لأن الروبوت اليوم مو بمستوى عالي حتى يستبدل البشر إذا صار في المستقبل بعيد طبعا إن الروبوت صار بكفاءة عالية إي خلاص عند ذلك الوقت البشر أيضا يستبدلون كامل ولما تقول مستقبل بعيد تقصد ما أدري صراحة صعب بس هل أنت شايف اللي سوى تعمل ماتي هذا اللي يتنكز ويكتشاكل هذه بوستن دايناميكس بوستن بوستن دايناميكس فعلت هذا استراتيما تشوف خلف الكواليس أنا هذه لقطات أوريها للجمهور لما أعرض عليهم كيف أن الروبوتات ما وصلت إلى مرحلة كافية بحيث أن تكون مستقلة بذاتها تشوف تطيح وايد هذا كله ممنتج ومخرج ومضبوط يعني أنا ما أقصد يعني مفبرك أقصد أن يأخذون اللقطات الزيان ويرمون المزين ويورونك إياها فيوريك أنه قاعد يأدي أشياء تفوق أو مو تفوق يعني بس أنه يقارب البشر يعني يقارب في بعض الأشياء بس الواقع أنه لها يسقط على وجه كذا مرة يطيح على ظهره وهو يتقلب مثلا بالهوى يتشقلب يطيح على المخد اللي حاطين لها والستاند وهكذا فليل حي ما وصل إلى مرحلة كبيرة يمكن خمسين همية سنة بعيد بعيد بس لا يعتبر بعيد يعني هذه عيال عيالك خلاص فأي فتخيل أنت توصل إلى المرحلة هذه شو تسوي بعدها كيف شنو هو الحل ما أتري شنو سوى هذا المشكلة يعني في ناس يعني كذا ذكال الصناعي واضح أنه يستبدل الوظائف كذا نشوف أنه واضح جدا يعني السواقين كلهم بيرمحون يعني بالضبط جوجل كار وغيره كلهم يعني كلهم واضح أنه بشلون السواقين يعني بس هي مسألة السنوات يعني متى تنتي المسألة لكن يجي يقول ناس كذا أنه احنا قدرنا أنه نستحدث يعني جدت الثورة الصناعية وشالت وظائف وجابت وظائف يعني ترى احنا قادرين أنه نجي وظائف يعني الإنسان يخترع وظائف في ذاك الوقت إذا جاء ذاك الوقت ما يعني تستحدث وظائف يعني ما كنا ندري عنها زي ما الآن ما كنا ندري أنه بنستخدم أي شي يعني ما كانت في وظائف ما احس صدق ما احس أنه الإنسان بيكون قادر على استعداث وظائف أنا ذاك يعني وش وظائف حكتك وش فعلا بتسوي يعني الكتابة open AI يظهر أنها تجربة بسيطة أنك تعطي جملتين ويكتب لك مقالة كاملة يعني 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 وش بتسوي يعني طير الحال يعني يعني ما يحتاج أصلا وجود الإنسان فيها مزاج بس أن يقولون شفت جاسين هالطيار موجود موجود يعني بس عشان يراقب يعني طيب هذا ما بطيار يعني والحين انت حاطك كذا بس عشان تدري أنه الناس بتخاف ذا السالف يعني يعني فهي مسألة كذا بس عشان تبيع وإذا وصل بعد إلى مراحل متقدمة نثق فيه خلاص بعد أصلا ممنوع ظهر أنه ممنوع يمكن أن الطيران المرات ممنوع أن الطيار يتحكم فيها عند بعد معين كذا خلاص لأن الطيار ممكن تكون أدق من فممنوع أنك ظهر فوق التفاعات تطير يعني فنت التفاصيل بس بس أن في أماكن يمنوع الإنسان يدخل فكنا أن تخلك الله يرحم الولدك لكن اليوم قادر أنها تهبط لحالها قادر أنها تقلع لحالها بس على اعتبارات وسيطة وهكذا يعني لأن تنسل ما بين طيارات وطيارات فاللي أقول أنه مان يشايف أي ضوء أنه فيه وظائف ثاني جديدة بتستبدل كل هذه حتى الوظائف بتطلع كلها مهارات عالية جدا يعني أوه بنشيل طيار الحربي بس اش نسى بقائد لدرونز المدري وشلون أو محلل ذكاء اصطناعي طيب هذا الطيار ما يقدر أو بنشيل الكاشير وش بتحطه ما يمدي يصير خلي أجابك على السؤال هذا أنا أدري أن فيه ناس تعتقد أن لا الوظائف رح تصير إحنا نفكر ونبدع ونطلع ونسوي إلى حد ما بس مو إلى الأبد ففعلا أنت خايف أن الوظائف تستبدل ولأن الذكاء الاصطناعي يوصل إلى مرحلة خلاص بعد ما فيه بشر يستطيع أن يتغلب عليه وحتى في الإبداع يعني الإبداع أصبح أنت ذكرت هالمعلومة هذه أن OpenAI استطاعت أن تخلي الكمبيوتر من براقراف واحد من فقرة واحدة أن ينتج مقالة كاملة ففي المستقبل ما أحتاج أنا أكتب مقالات ورح يوصل الكمبيوتر إلى مرحلة أن يكتب مقالات أفضل من البشر ويتلذذ فيها البشر موسيقى كان هناك عالم من العلماء استطاع أن يسوي برنامج البرنامج يؤلف موسيقى طبعا علمه على باخ وشوبان وموزارت تنتج موسيقى جميلة إلى درجة أنه لما عزفوا الموسيقى هذه أمام جمهور الجمهور تلذذ فيها لما اكتشف الجمهور أن هذه موسيقى ألفها كمبيوتر تضايقوا ليش يعني تخربت علينا معناته أخذت حتى الإبداع الذي كان الإنسان يقوم فيه أخذته إلى الكمبيوتر وهم كانوا معجبين في الموسيقى لما ما كانوا يعرفون أن هذه أتت من الكمبيوتر نعم يعني نحن اليوم نحن مرحلة مرة بداية في الموضوع هذا يمكن كلنا يعني اليوم فيهم الأعصاب بدل الإنسان يدخل في ذن مجال ويفهم كيف تحب الأشياء كيف تكرار الأشياء ومدر كيف ومدر في الأشياء التي تدخل جسمك النان ومدر أي شي هذه التي تجعلها متصلة بالعالم هذا موجود اليوم نقدر كده فمنطقيا أنك تقدر تشوف أنه سبوتفاي قادرة على أنها في ذاك الحين أنها ما في شي يسمى موسيقى للناس كلها ما في شي يسمى موسيقى كده كل الناس لا هي سبوتفاي تقدر تفهم أنت وش اللي حرك مشاعرك تخلي رغنية تحبها أنت ما تذكر رغنية مصممة فقط خاص ناس المحمد القاسم فقط يا سلام عليك هذا أنت الحين قاعد تبدع في التفكير شلون نحس الكمبيوتر وفي المستقبل إذا صار هذا الشي وهو حاليا قاعد يصير من ناحية أنه مو من ناحية الإبداع بس مثلا نتفلكس اليوم أنت تدخل عليه قد تدعي للناس أنك تحب البرامج الثقافية العلمية ولكن لما تفتح نتفلكس يطلع لك المسلسلات والأفلام الخيالية والمسلسلات الإجرامية وما عارف نتفلكس تعرفك أكثر من ما تصرح عن نفسك أنت زي فتخيل في المستقبل نفس الشي يصير في كل مجالات الحياة زي الإنسان شنو موقفه في الحالة هذه شوف الخوف اللي عندك موجود عند العلماء وموجود عند الشركات ال اللي كنسلتنسي مثل مكنزي وحتى جمعة أكسفورد أنا قرأت لهم مقالات عن تنبؤات تنبؤات مو بضرورة تحدث لأنا ما حد يدري بالضبط شنو راح يصير ممكن الإنسان بعبقريته أو حتى بإضافة إليه عبقرية الكمبيوتر يطور شيء ما كنا متوقعينه فوظائف جديدة تنفتح للبشر ممكن خلينا نقول أن هذا الشيء ممكن يصير وممكن أيضا ما يصير ممكن الكمبيوتر وايد يكون أفضل من بشر إلى درجة أنه ينحي تماما طيب شنو الحل في الحالة هذه الحل كأحد الحلول يعني شنو يعني أنا الحين ما عندي وظيفة خلاص الحكومة تدعمني الحكومة تعطيني معاش يجري لي دائما موجود وتضمن لي حياة كريمة مو بالضرورة حياة عظيمة مرفهة مرتاح فيها إنما حياة كريمة كافية اللي كي أعيش اللي كي أبحث عن وظيفة إن كانت موجودة عرف شلون الـ Universal Basic Income يختلف عن المبالغ اللي تدفع للناس اللي ما عندها وظائف عادة ضمانات اجتماعية ضمانات اجتماعية هذه الضمانات الاجتماعية تعطيك الفلوس بس تسحبها منك إذا لقيت وظيفة Universal Basic Income يختلف شلون يختلف يختلف إنه أنا أعطيك المعاش وحتى لو عندك وظيفة يظل المعاش مستمر معك ليش؟ لأنه يمكن عبد الرحمن أبو مالح اليوم يلاقي نفسه في ثمانية بكرة يلاقي نفسه في مكان آخر تمام؟ ففي الفترة التنقل هذا تريد أن تذهب إلى مكان آخر أنت عندك معاش يعطيك support يضمن حياتك ويأخذك إلى المكان الثاني بكرامة وطبقت هذه أو هالنظرية هذه الفكرة طبقت في بعض الدول في فيلند ويبدو أنها نجحت في ناس تقول لك أن هذا رح يقتل الإبداع ورح يقتل العمل إذا سويت في الناس هذا الشي بس ما في دليل لحد الحين لا يعلم ما الذي سيحدث طبعا من وين يبون الفلوس؟ بيل جيتس يقول لك اخذ الفلوس ضريبة من الروبوتات أو الذكاء الاصطناعي اللي يستبدأ الإنسان أوكي بس الحين أوكي يعني هذا الـ Universal Basic Income نسمي الضمان الاجتماعي كذا 2.0 حالو أوكي والله متاز حالو فالحين هذه النسخة المطورة من الضمان الاجتماعي يعني في تجربة في فلندا هذه تجربت على كذا على مجموعة صغيرة وفي تجربة الآن الضرفية وحدة من مدن أمريكا سنة أسفل مدينة الآن إذا أخذنا على كلام بيل جيتس أنه أخذ ضريبة طيب معنات أنه بتأخذ ضريبة من من جوجل فيسبوك أمازون عدل أبل ما أدري من كذا طيب إحنا شنسوي أنت مسهلك لا هذه أمريكا تأخذ ضريبة أنت متخيل طيب السعودية الكويت والله يخلص يعني أحنا ما نأخذ ضريبة هذورك اللي يأخذون يربحون هذورك اللي يأخذون ضرائب فالأمريكا ما في مشكلة أمريكا طيب شفت روح تعطيه السعودية بعد تعطيه الهند ما أدري جواب السؤال هذا أنا ما عندي نهائيا أنا شفت المحاضرات حق بس ما عرف شنو جواب هذا السؤال ما عمري صدمت فيه حتى يعني سؤالك ممتاز جدا أتمنى أن أتلاقي لك شخص في البودكاست يعرف حق الموضوع زين وتقابله وتسأله السؤال بس فعلا سؤال وايد وايد ممتاز بحس كلا كل شي كشح حياة للمستقبل أحسها من حاز حق الدول وهذا رح ومن حاز حتى أن يكونها أن يشوفها أسود أكثر منها بيض ما أسلم أدري يا يا أنا مثلك بس نظرتي مو على المستوى القريب لأن المستوى القريب الذكاء الاصطناعي رح يريحنا في مجالات كثيرة في الحياة ورح يحسن الصحة ورح يحسن القيادة في الشوارع ورح يحسن ويطول عمر الإنسان يعني وايد أشياء رح يتحسن عندنا بس إذا أصبح عندنا ذكاء صناعي عام أو ذكاء عام صناعي إيه خلاص أنا نظرتي نظرة ما بيقول سوداوية خلينا نقول رمادية رمادية تميلة للسواد إني أحسن الحين صحيحني مني مرة كبيرة بس يعني بس يعني من هنا إلى إذا حسبنا أنه نصف العمر إذا نبتوفى عمري ستين بعد عمر فمعناته بقي محتاجينك في الفودكاست إيه لا معك ثلاثين سنة إن شاء الله والفكرة إنه أحسن أني عيشت أكثر من شكل وني عايش يعني اليوم هذا صح أنه مخيف في المستقبل بس إنه ما هو بعلا اللي بكون أنا موجود فيه يعني وحتى قدرة الآلة في التحكم فيك حتى أنت نشاطك اللي على الإنترنت اللي يخلي الآلة تقدر تفهمك أكثر وتخليه معك في شي يعني مثلا اللي كنت تسويه صغير في البتدهاي متوسط كيف ما هم سجل يعني فما عدا حد يدري وش يعني ما حد دركني من ذاك الوقت وسن يوم قلت عارف بنت أفتي الصغيرة وهي من هي ومكبرت فعمل فحسني ما شي في ذا الحياة جاهز تنقل واللي بيفيدنا في الذكاء السناعي السنوات الجاية يعني لا تزال جيدة مش بطالة مرة وسيلي بعدين أحسن الدمار يعني اللي بيولد بعد ثلاثين سنة ولا أربعين سنة أحسن حياته جحيم دي جعلنا والله أنا والله شوف أدري أن في ناس تختلف معاي في هذا الجانب وفي ناس تختلف مع إيلون ماسك وفي ناس تختلف مع ستيفن هوكي بس أنا أشوف أن لا يعني أشوف احنا عندنا تجارب تجارب الثورة الصناعية احنا حاليا الذكاء الصناعي يعتبر بمستوى بداية الثورة الصناعية في تلك الأيام في القرن السابع عشر توا آلة بخارية يعني الذكاء الصناعي اللي عندنا اليوم آلة بخارية استخيل لما يصبح الذكاء الصناعي بمستوى التكنولوجيا اللي عندنا اليوم كثورة صناعية شون رح يصير الثورة الصناعية استبدلت الإنسان في الرافعات وفي الأجهزة اللي الإنسان ما عنده طاقة كافية في القيام بها طيب الذكاء الصناعي لما يأخذ مكان تكل أخيرة اللي هو العقل ش رح تسوي في ذلك الوقت شك الله وانا هذه النظرة ورغم أنه في اختلاف يعني اللي يشتغلون على البرمجة مثل يانا يعرف أنه لا بعد تكون الناس على الموضوع بس شوف المستقبل كل شيء وارد يا ما أدري أشوف إلا بالقوانين بالقوانين ممكن تحكم الموضوع شوي يعني ما تخلي الأمور تنفلت هو بس إنها بتصير 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 يعني يعني أحيانا مثلا نجي يقول أوكي يعني أنا عشان أدخل الدولة مثلا معينة أنا بيحتاج أنها تروح مثلا تعطيني تصريح بالدخول عشان وأنه مفترضا ما يعرفوني وتخيل أن واحد سواء مصيبة في مكاني ما عادي يقدر خلاص كل العالم سجل عليك هذه المصيبة ما عادي يجب تروح مكان ثاني بس اللي زمان يعني كذا لو غير حياته ويمدي يروح مكان ثاني انتهت الحياة أنا متأذي من اسمي محمد قاسم دور محمد قاسم عنت تشوف مصايب كلها مصايب زي في ما عدا لاعب كرة القدم فتلاقي أشياء زي تخيل الحين أنا أدخل اسمي محمد قاسم والذكاء الصناعي مو عارف الفرق بين الأثنين الشخص السيء ممكن ما أدخل دولة معينة أنا وقفوني على اسمي في أمريكا زي في ناس قاعدين وقفونهم على الاسم فقط إلا صح زي فتخيل الذكاء الصناعي إذا ما عنده إذا ما فيه عليه نوع من القوانين اللي تحكمه ورح يصير طبعا رح تصير قوانين رح تصير الأمور صعبة فعلا أنت ما ذكرت حتى كذا اللي بعدين قدرة الحكومات على أنها ما أعرفت وانت تشجلس وتفكر فيه ترى أنا هذا اللي يخوف يعني حتى كذا اللي خلاص ما دينك خصوصية خصوصيتك معدومة تماما يمكن حتى أفكارك قبل تفكر فيها أفكار اللي أنت ما دينك تفكر فيها هي الناس عارفينها كذا اللي خلاص تصبح عندك كذا اللي أنا ويتجلس على طريق الفكرة اللي تدور بذهنك قاعدين يحاولون يطلعونها ونجحت بعض التجارب أي في في فيديو معروض ولو أن الصورة مواضحة علماء يستخدمون الـ FMR ويحطون تحت الناس ويأخذون طبعا للحين الـ MR مو رزلوشن عالي وضوح عالي بس بهال المعلومات البسيطة استطاعوا أن يرسمون ما يتخيله الشخص شلون يدخل يعني راحوا وهالفيديوهات ادمجوها مع بعضها بطريقة معينة بحيث تبين أنت شون قاعد تفكر فيه تقريبا فتخيل اليوم تقريبا بكرة لما تصير الأجهزة داخل مخك يعني إيلون ماسك الحين عنده نورولينك شركة نورولينك اللي راح يحط أسلاك بداخل مخ الإنسان طبعا هذه موجودة يعني في بعض الناس اللي عندهم إصابات في الجسد في الحبل الشوكي يأخذون إشارات من مخهم ويتحكمهم في بعض الأشياء التكنولوجيا لا زالت بسيطة ولكن تخيل في المستقبل لما تدمج مع الكمبيوتر هاكين انت بمخك يسمون له هاكين بالمستقبل يعني في يعني في تخيل زرعوا ذاكرة مزيفة في مخفأ شلون حطوا يابا وفيران أو فار وحطوا في قفص مريح في أكل وكل شيء مرتاح مننا حياته تمام فشعوره بالراحة طبعا شلون سوين يعني النمى بـ دي انا معين معدل بحيث أن الدي انا هذا إذا أصبت المخ بإشارات ضوئية تطلق إشاراتها الكهربائية وتفعل فعلها فخذوا الفأر هذا حطوا في مكان ومربوطه وتشوف عليه سلك فحطوا في غرفة مرتاح فيها وخذوا الإشارات اللي يفكر فيها بالراحة بعدين انقلوا إلى غرفة تحت أكو شبك شبكي كهرب ريلا فيتكهرب يسرع ويروح يحاول في زاوية معينة يهرب مكان هذا لأنه مخيف بالنسبة له زين فخذوا الإشارات الخوف اللي موجود في ذهنه بعدين لما يرجعون إلى الغرفة اللي فيها هدوء ماكو مشكلة بس يدخل إلى المكان الحين ما في داعة كهرباء خلاص عرف المكان إلى المكان اللي كهرباء شنو يصير يصير عنده خوف ويتراجع شنو يسوي بعدها خذوا الفار وحطوه في الغرفة اللي ما فيها أي مشكلة ودزوا إشارات الخوف في ذهنه وزرعوها في ذهنه أصبح بعد ذلك كل ما تدخل إلى الغرفة اللي يخاف منها اللي ما يخاف منها الهادع كان يخاف منها يعني فكرة ما كانت أصن في رأسه وما في داعة أصن يخاف ولكن أصبح يخاف تخيل باتشر يهكرون مخك مخي مخ أي إنسان ويزرعون فكرة معينة في ذهنك في الحقيقة ما لها أصل زين فهذه كلها احتمالات تصير طبعا ما لم تكن هناك قوانين نحن عشامنا بالقوانين ما تسوي أي شيء من هذا بس الهاكرز الحين يصير يغسل مخك بفضل زير طبعا يزرع فكرة في ذهنك طبعا لن تكون بهذه البساطة يعني لا تتخيل إن الموضوع سهل لأن كل مخ يختلف عن الآخر فما تقدر بسهولة يعني تبرمج مخ لازم تركب عليه أجهزة وتأخذ منها إشارات تعرف شون يفكر وبعدين تزرع فيه أفكار بس المسألة إذا وصلت يوم من الأيام أنه أصبح الأمر سهل الهاكر لا يلتزم بالرقابة والقانون أيهو ودامنا دامنا أنترنت ودامنا فيه هذا فهم معرضوا للاختراق طبعا يقدر يخترك كده سيارات سيارات اللي تمشي على الذكاء الاصطناعي معرضة للاختراق ممكن أن واحد حتى الذكاء الاصطناعي ممكن يسوي مشكلة هو بنفسه هذه واحدة من الأشياء اللي قالها إيلون ماسك يقول تخيل معاي أن أنت في دولة وهذه الدولة فيها مثلا أسهم بيع أسهم وشراءها وغيرها طب كل الدول فيها طبعا أقصد يعني أن عندنا دولة تهتم في هذا بشكل كبير ولا تهتم في حياة البشر على سبيل المثال وما علمت الذكاء الاصطناعي على الأخلاق البشرية اللي إحنا ما نعرف شنو هي للحين لأن كلنا مختلفين بالأخلاق بشكل عام أو بشكل خاص الحين هذا الذكاء الاصطناعي يتحكم في الأسواق عنده بيع وشراء ويتحكم في الكهرباء ويتحكم في الطيران ويتحكم الذكاء الاصطناعي عام شامل وضخم وزين قال تعال الأسهم مالة الشركة اللي أنا قاعد أشتغل فيها أو الدولة اللي أنا قاعد أشتغل فيها انخفضت وطريقة حل هذه أني أسوي حرب في دولة معينة أسقط فيها طائرات أرسل إليها صواريخ وأدمرها مثلا علشان بس الأسهم ترتفعني فممكن الذكاء الاصطناعي فيسوي ينفذ ويرسله أي ممكن أي فتخيل يعني طبعا هذا سيناريو تيرمينيتر ولكن أسهل من كذا أنه هو يقدر يخترق الدولة ذيك فيقدر يطفيها أي ممكن يسوي لي أسهل من أنه مجرر الطائرات يعني ممكن إنهي لأنه اليوم كلنا مرتبطون بالإنترنت والذكاء السناعي ممكن يبدأ يكتشف أذكر مرة كان رامي الشافي يعني هو مهتم بالذكاء السناعي ويقول أنا ما كنت أخاف منه إلى أن مرة صويت برنامج ورح صويت كذا وجلست صوي برنامج وشلون نمت صحيت لقيت برنامج يخترق برنامج اللي نمسوية كنت حاط كذا فكذا يعني كذا إذا هو يكتشفون الثغرة فيقدر يكتشف الثغرات الحالة يا يا طبعا طبعا التكنولوجيا في تنافس بين الهاكر وبين الشر والخير ومن يحدد الشر والخير هذه تجد الأشياء الأخرى بس برضو فهم العقل حاس أنه يعني هو مشروع جديد بدأ يهتم فيه اليوم أتوقع أمريكا بعد سالفة أوباما يوم قالوا أنه نهتم بالعقل مشروع اش تسميه The Brain Project مؤمن في أوروبا والثاني أيضا عندهم Project يعني كذا دافعين مليارات مليارات أذكر أوروبا متفقة وحطين مؤقل من عشر مليار دولار بالموضوع هذا لفهم المخ يعني فهمه على مستوى الجزيئات شلون ينقل الإشارات طبعا فيه فهم لا بس فهم مبدئي يحاولون يطورون الحين بحيث أن يسوون داخل الكمبيوتر ومن الكمبيوتر يبدون يأخذون مننا المعلومات وهما الهدف الأخير أنه نوصل كما يفكر الإنسان من خلال هذه الشبكة اللي موجودة داخل المخ والإنسان عبارة عن هذا المخ أوكي فيه ناس تقول لك مثلا الإنسان حبارة عن حتى الجسد لأنه هناك وصلات عصبية متصة بالجسد وهناك القت تمام أيضا لا تأثير على المخ فأوكي بس يضل إذا عرفت أنت التركيبة الرئيسية لهذه الشبكة خلاص أنت عرفت البشر وتقدر تطورها زيادة وتصير أفضل يعني هم يحاكون عادة في صناعة الحاسب القدرات الإنسان الموجودة يعني فبس وين وصلوا اليوم طيب في فهم العقل يعني ليه الحين متأخرين متأخرين جدا يعني يعني عرفوا أنه توقع أنه مثلا من الأشياء كذلك اللي كانت أنه عرفوا أنه مسألة النصفين هذه النصف الإبداع ونصف هذه خرابيط ما لها معناه إنها سوالي بناء على معلومات غير دقيقة كافية وقتها بس اليوم نصرنا نعرف أنه ما لدخ يعني على طريق فصل مخي له في الصين في عالم اسم رامة شندران أقام تجربة على إنسان طبعا الشخص اللي يصاب بالصرع بعض نواع الجراحات يسمون له يفصلون فصي المخي مع بعضهم يكون منطقة بالوسط اللي يتوصل فصي مع بعضهم هذه المنطقة يسمونها كوربس كولوسوم زين الجسم النفثي باللغة العربية زين فالحين هذين الأثنين انفصلوا يصبحوا كأنما عندك شخصين في جسم واحد فواحدة من التجارب اللي سوها قبل أقولك تجربة واحدة من الأشياء اللي سووها أو اللي تابعوا الناس اللي فصل عندهم الكوربس كولوسوم يلاحظون مثلا امرأة تروح تبي تاخذ لبس من الكبت طبعا الجانب الأيمن متصل في الجانب الأيسر والجانب الأيسر متصل في الجانب الأيمن في الجسم فتروح تبي تاخذ ملابس الإيد الثانية تبي ترجعها مرة ثانية لأنه لم أعجبتها في نوع من عدم التناغم بين الجسمين أو مثلا يسوي تجربة طبعا الجز الأيسر له علاقة في اللغة في الكلام فيخلون الشخص يتكلم ويعبر عن الجزء الأيسر الفصل الأيسر والفصل الأيمن مثلا مرتبط به الجانب طبعا أيضا الفصل الأيسر مرتبط باليد اليوم زين فالحين حتى يأخذون معلومات عن كل فصل يخلونه يتكلم عن الفصل الأيسر ويخلونه يعبر بخط اليد بالكتابة عن الفصل الأيمن حتى يعرفون شون اللي قاعد يدور في خلدة أو في خلدينه نزيل نجيل لا ما اقتلب الحين ما عاد ما عاد عندنا شخص واحد بشخصية موحدة بالداخل فيسوون له تجارب يخلونه يشوف في منتصف شاشة ويورونا صورتين فيطلبون منه يقول شنو اللي شافه فلما يتكلم عن الجانب اليسار يقول صورة معينة مثلا مقلاة لما يرسم يرسم صورة سيارة اللي كانت على الجانب اليمين فكل عين شافت شيء مختلف واحدة من التجارب اللي سواها رامة شندرون على هالشخصيات هذه ان سألهم اسئلة بيعرف شنو اللي يدور في خلد الشخص فقال لا اوكي تعال خنشوف شنو تفكر فيه انت فسأل شخص من الشخص كتجربة اول شي هل انت في جامعة اظن كانت كالتك هل انت في جامعة كالتك فيسأل الفصل ايسر فيجيب لسانه نعم يقول لا اكتب الجواب نعم يسأل هل انت على القمر يقول مثلا لا باللسانه ولا بخط يده بعدين سألها هل انت مؤمن بالله لسانه يقول نعم وكتابته تقول لا فالحين يتساءل رامة شندرون هل هذا الشخص رح يدخل جنة ولا النار ش تسوي في شخص عنده فكرتين مختلفتين عن بعض ايمانين مختلفين بداخل شخص ذهنه زين يعني هناك تجارب كثيرة اقيمت على المخ تبين لك ان الانسان هو مخه يعني الافكار اللي تدور في ذهنك تأتي من هنا مو من رجلك مو من جانب ثاني واذا ازلنا اجزاء منه هذه الاجزاء تؤثر على تفكيرك يعني انا اقول لك قصة مثلا صارت معاي وقصة سلبية جدا كنت انا ادرس في كلية دراسات تكنولوجية ويوم الى ياما عندي مختبر فقعد ادرب الطلاب على شيء اسمه افو ميتر جهاز يقيس الفولتج والكارنت وفي مؤشر انالوج مو ديجيتل طبعا الاحين كلها اجهزة ديجيتل بس ايامها مو انالوج فعشان اعرفهم لازم اوريهم شو المؤشر يشتغل ف قعدت اشرح للطلاب في طالب عندي لابس كاب على رأسه اشرح واقول لهم كيف يقسمون الارقام وكيف يحسبونها ف الطالب هذا سألته عرفت يعني فهمت الفكرة قال لي مو فاهم قلت طيب عشرة تقسيم اثنين عشرة تقسيم خمسة فقعدت فور انا من الداخل ان هذا الطالب كأنه يستهزئ فيني وفي المحاضرة فقلت لها اربعة تقسيم اثنين كم حين انا وصلت خلاص والطلبة ساكتين تماما ما قاعد يتكلمون حسيت انه في شيء غلط وياريتني متبع احساسي اتبعت عقلي او اتبعت منطق يقول ان هذا الطالب يستهزئ ما اتبعت احساسي بما يدور في الغرفة في المختبر اربعة تقسيم اثنين كم ويطالعني سويلي شذي انا هني عصبت عليه وزفيته وقلت له انت قاعد تستهزئ بالصف وقاعد مثل الحين بالكلية متعرف اربعة تقسيم اثنين الطلبة ساكتين اطالع عن الطلبة اشوف اذا طالعت واحد ينزل راسي يسوي شذي هم ما عارفين شيء انا ما عارفه المهم طلع خلص المختبر طلعوا الطلبة قاعدت ارتب المواد اللي موجودة حطيتها في الادراج اسمع الباب يطق دخل الطالب الاداخل درت ظهري عليه ياي انا مرة ثانية ازفة على الوضع هذا قال لي دكتور انا اعتذر منك وساعة تتنح يعني ما اقدر ما افكر بشكل سليم ورفع الكاب رفع الكاب ولا راسه هالمكان هذا ربعة تقريبا طير انا طبعا انهرت عرفت انه يعني وضع ما يسمح له الطالب هذا كان يدرس في الجامعة ويوم الايام طالع في السيارة اصطدم في سيارة ثانية العمود العمود اللي موجود اللي على الشباك هذا انعوه انحنى ودخل براسه وشال جزء من مخه ولذلك احيانا هو شاطر طلع شاطر يعني ولكن احيانا مخه ظاهر الاشارات ما توصل على سؤال بسيط مثل هذا انا طبعا قعدت اعتذر منه اعتذار شديد لانه ما كنت ادري والطلبة يدرون وانا ما ادري انزين يا ريت يعني قايل لي هالكلام من بداية الكورس لانه هو طالب شاطر يعني نزين فما كان يحتاج ان يشكي يقول ان هذا بضعي لانه اذا الامور كانت تمام يقدر يحل اذا الامور احيانا يمكن انا حطيتها تحت ضغط ضغطي فالاشارات تلخبطت فتخيل تشل جزء منه شل جزء من حساباته عالم ثاني من العلماء اسمه أوليفر ساكس توفي قبل فترة عالم احصاب كان يايلة مريض من المرضى الغريبين هذا كتب في كتابه الرجل الذي اعتقد خطأ ان امرأته قبعة زين يقول هذا العالم ان هذا الشخص بعد ما طبيب طبيبه الشخصي قال له اروح حق عالم اعصاب لانه انت مشكلتك مو عندي شكل لطبيبه الخاص انه مخه اعفون شكاله انه عينه فيها مشكلة ففحصه لا في سكري لا في عينه في مشكلة يعني شنو مشكلته انه هو احيانا ما يعرف طلبته ايضا دكتور جامعي ما يعرف الطلبة واحيانا وهو ماشي برا تعرف الفاير هايدرنت هذه مثل الاطفاء اللي على الارض احيانا ايه ربط عليها يحسب هطفل الصغير زي فراح للطبيب قال له انا في ناس تقول لي في ناس تقول لي هو ما هو ما يدري تقول لي انه انا عندي مشكلة فهي تأفحص فالطبيب فحص له ما في عيونك ما فيه شي روح لأوليفر ساكس عندك شغلة يمكن في المخ راح للطبيب أوليفر ساكس قاعد يفحصها أوليفر ساكس وهو يفحص لاحظ ان هذا الشخص يبدل لأنفه لعينه بس ما يشوف الصورة الكاملة من زين وهو قاعد يعني يفحص ركبه فحص نظره فحص الفحوصات اللي يسوون انا ما عارفه المهم أوليفر ساكس طبعا كان نازع حذاءه هذا الشخص أثناء اجراء التجارب عليه فأوليفر ساكس قال له البس حذاءك نزل للريال ما عارف يلبس حذاءه قال له تقدر تلبسهم شان يمسك رجلة مسك رجل نفسه يعني يمفكرها حذاء مو عارف مو شايف ما يدري زين أوليفر ساكس قاعد يدرس طبعا قاعد يفكر هذا قاعد يمسح معاي ولا شنو زين زوجته كانت معا خلصوا زوجته ويمة يعني خلصوا كل شي فراح الرجل على أساس أنه ياخذ قبعته ويلبسها مسك رأس زوجته وجرها يحسب أنه زوجته رأس زوجته قبعة شنو هالأخبطة اللي صايرة في المخ عينها سليمتين يعني ما في شي بس مخة الترجمة اللي موجودة في مخة ترجمة خطأ دراسة على فترة أوليفر ساكس وعرف فعلا أنه عنده إشكالية يستطيع أنه يرى جهة اليمين إذا أنت تمشي بشارع يفهم ما في جهة اليمين ولا يرى ما في جهة ليسار مع أنه قاعد يشوفه مو ما قاعد يشوفه قاعد يشوفه والمعلومات موجودة ولذلك أوليفر ساكس حتى قال تخيل أنك تمشي في حارة ويوصف لي الجهة اليمين يستطيع وصفها يقول أنه زي أنا وصف لي الآن جهة اليسار ما يقدر يوصفها زي يقول الدور الحين ويمشي العكس يقدر يوصف ما يقدر يوصف هذه يجد أنه مثلا يشوف الصور يشوف التفاصيل اللي فيها بس ما يعرفها كاملة حتى كان مثلا صورة أينشتاين عنده يعرفها من الشعر بس ما يعرف هذا ككل من يعرف أن أينشتاين من شعره يعرف أخوه من أنفه أرشوف إيه فيعني المعلومات هذه موجودة في المخ بس ملخبطة ليش؟ لأنه في توصيلات خطأ فيها كثير من التجارب اللي تقام على البشر تبين أن هذه الوصات كلها موجودة في المخ كل هالأفكار اللي عندك أنت بنيت أنت أنت نفسك تعتبر مخ زيان فحتى في ناس يعني على سبيل المثال في ناس عندهم مرض من الأمراض أنه يعتقد أنه مثلا رجلة ليست له من اللي قاعد يقول له هالكلام؟ مخ زيان كهرباء وكيميا واتوير هاردوير سوفتوير واتوير هذي طبعا هذا الصلاح دانيل دينت زيان فأنت الحين عندك المخ قاعد يقول لك حتى أنت منه زيان شخص يعني لدرجة إلى هذه الدرجة هم يريدون أن يتخلصوا من رجلهم أو إيدهم أو عينهم وحدة فعليا فعليا كانت تعتقد أن هذه ليست لها إلى درجة أنه صبت عليه مواد كيميائية وعدمت عيونها تماما الآن عمياء وهي مرتاحة نفسيا مخة مريحة لا خلاص الحين أنت ارتحتي تخلصتي من الشيء الذي ليس لكي زيان هل ممكن يكون جيب يعني له علاقة مثلا باللي نقول أنه أنه هذا جني يعني ما أدري في السفحة فهمت أنه اللي كانت تجيهم هي مجرد أشياء أصلاً كيميائية يعني ما نفهمها فنقول أنه هذا جن هذا شي فهم لا دخلنا على الدين خلينا في العلم أحسن لأننا ما يبس حتى في الإسلام في كل الأديان لا لا يعني مثلاً زي مثلاً الشعر في ناس تحس أنه الشعر موهبة يعني لا لا في يقول جن الشعر شيطان الشعر ولا لا لا حتى بعضهم يقول هذا شيطان حق اللي يكتب لأنه فجأة كذي يكتب كل شيء لا هل كلام هذا موجود في العصر حالي لا يعني حتى كثير من رجالات الدين بدأوا بيرفظ هذا المنطق يعني إنه في شيء يخليك تفكر بأفكار شيء يخليها يعني أحسن لو لأنها أحسن لو كذلك يقولون فيها هجن لا لا هذه خلايا عصبية الخلايا العصبية هاللي يتخليك تفكر بطريقة معينة زين يعني خلينا يكمل لك لأنها تدخلين في مكان عويس جدا ف اللي قاعد يصير شنو إنه هذين الناس حتى في بعضهم يروحون يسوون عمليات جراحية في دول أخرى الاستئصال الرجل أو اليد أو ما شابه ويرتاح بعدها يرتاح أنه وصل إلى الحالة اللي المفروض يوصل لها فمن اللي قاعد يأثر عليهم هالتأثير هذا المخ زين فالحين لما العلماء يدرسون المخ يبون يوصلون حق مثلا علاج بعض أنواع هذه الأمراض كيف المخ يتركب اللي يعطيك هالصورة الدهنية القاطئة عن نفسك اللي تحاول أن تلغي ذاتك زين أو مثلا لما إنسان يصاب بألسهايمر تدريجيا يبدأ يفقد ذاته زين يعني مو يفقد مو يفقد رجلة ولا إيدة يفقد شخصيته معرفته ذاكرته بأهله باللي ارتبط فيهم زين يعني حتى أنت لما تسأل شخص أنت من تكون هل أنا إيدي لا لو فصلت يدي أبقى أنا لو فصلت الرجلي أبقى أنا لو فصل صدري أبقى أنا لو غيرت قلبي للناس غير قلوبهم أبقى في ناس غير قلوبهم ما حد يحاسب يقول والله لا أنت تغير صرت شخص شخص يقول أنت نفس الشخص بس إذا غيرنا مخك خلاص هو الوعي هو هو يكون الوعي نحن لا ندري الوعي ما فالوعي الذي يصبح عندنا يصبح من المخ نفسه وحتى الوعي يتكون أثناء رحلة عمليات المخ دراسة من الدراسات درسوا أشخاص حتى يعرفون ما إذا كانت كان يصير عندهم الوعي في مرحلة متأخرة بعد اتخاذ القرار أو أثناء اتخاذ القرار يعني مثلا أنت تفكر أن الحين أنت تروح إلى المال هل قرارك صار أثناء وعيك فيه ولا قرارك متخذ مسبقا قبل أن يصير عندك وعي فيه وشافوا دراسة عليها وشافوا أن الإنسان يعني متأخر يعني قالوا لشخصيات أن تعال أعطيك رغم سبعة وستة حط بينهم إشارة جمع أو طرح والحين قاعد يسوون فونكشن لا مراي ويأخذون المعلومات يدزونها إلى الكمبيوتر ويخلي الكمبيوتر يحللها زين فهل يستطيعون التنبؤ بما يفكر به من إشارة قبل لا هو يعي بذلك ولا لا وطلع يستطيعون أن يتنبؤون بالإشارة اللي يفكر فيها قبل لا هو يعلم أنه يفكر فيها لأن هناك عمليات كيميائية وكهربائية قاعد تصير في المخ هذه كلها بالأخير سوي عندك وعي سوي عندك الفكرة إحنا نفكر أنه آه أنا قررت الحين أثرا فيه أشياء قعد تصير داخل قبلها اللي توصل إلى القرار ثم تعي أنت بها فأيضا هذه كهرباء كيمياء وطبعا الوعي غير معروف للحين فالعلماء قاعدين يحاولون يشوفون هذه البرامج اللي قاعد يسوونها المخ هي هذه الأفكار اللي قاعدين يحاولون يطورونها علشان يربطون الخلايا بطريقة اللي يربطها المخ ويوصلون إلى نتيجة أن هذه الأمراض اللي تصير عند الأشخاص تصير بهالشكل هالتفكير يصير بهالشكل القرارات تتم بهذا الشكل وهاكذا وبالأخير يبرمجونها في الكمبيوتر وصير الكمبيوتر أكثر ذكاء أكثر ذكاء يعني كيف في فرق لما تقول المخ تقصد المخ ولا الدماغ وين الدماغ هذا كله وطبعا في ناس الحب الشوكي معه وفي ناس القت معه اللي هو الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي معه لأن بعض البكتيريا تأثر على المخ في بعض الدراسات تقولها الكلام بس يعني أغلب لعم هو هنا حتى لما بعضهم لما تأخذ أدوية تقتل البكتيريا يعني فلما تأخذ بكتيريا نافية أنها تغير على إحساسك تغير ففيها الأشياء قاعد تصير بس بشكل عام يعني الجهاز العصبي هو الإنسان طيب في طريقة أن الواحد يشتغل على جهاز العصبي والمخ يحسن يحسن يصير أفضل طبعا يعني تقدر تسوي بعض الأشياء البسيطة طبعا أنا في السابق كنت أبحث شنو تأكل زين لأنا سأل تحطها بعلجك وتنسه أو مثلا أفكر شنو الأشياء اللي تركات تسويها بس ما فيه تركس ما فيه تركس يعني حقيقية لازم تبذل مجهود زين واحدة من الشغلات طبعا خلينا نخلص من التركات البسيطة اللي ما هي بسيطة بسيطة يعني منها الرياضة الرياضة لازم تسويها على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع تمشي أربعين دقيقة في اليوم أو كل يوم ثلاثين دقيقة هذه تمشي مشي سريع شوية مو ماشي بطيء أو تشيل الأثقال لأنه وجدوا حتى مثلا ليشيلون الأثقال بعد شيلهم للأثقال إذا حفظوا شيء يحفظونه بشكل أفضل أو إذا حفظوا شيء قبل الأثقال وبعدها شالوا الأثقال يحفظونه بشكل أفضل وهذا تتصورنا بسيط بس أغلبنا ما يلتزم بالرياضة صح مزين فأوكي فهذا واحد اثنين لازم تثمرن على الشيء يعني في ناس تعتقد أن الشيء يي لها هو وهو قاعد ويتعلم الشيء لا لازم تتمرن عليه لازم تتمرن على شيء جديد مثلا لنفترض أنت ما تعرف تعزف بيانو يعزف بيانو هذا يوصل وصلات جديدة في مخك أنت ما تعرف لغة جديدة تعلم لغة جديدة زين أنت ما تعرف تكتب بشكل جيد مثل الكتاب طور مهرتك في الكتابة يكون وصلات جديدة في مخك ما تعرف للرياضيات حلها بيدك فحاول أن تضغط على نفسك لأن من غير ما تضغط على نفسك مخك لن يتطور المعلومات ما تيك براحة يعني حتى لو مثلا كنت تطالع برامج علمية وتاخذ المعلومات ما رح تحفظها بنفس القدر لو أنت تحاول تعلمها لغيرك مع تعليم غيرك تكتشف أن أنت تضطر أنك تتعلم المعلومة بشكل جيد حتى توصلها نفس الشيء أنا حتى لما سويت البودكاست مويد من المعلومات ما عارفها أنا تكونت شخصيتي العلمية من خلال نشري للعلم تعلمها نزيل فنفس الشيء أي إنسان يريد أن يطور مخها وهناك تجارب تبين أن خلايا العصبية تمدد أطرافها يسمونهم أكسون تيرمينالز تمددهم وكذلك الأطراف الأخرى من رأس الخلية من جسم الخلية تطلع وتتمدد وتنتظر بعضها الحين هذا الانتظار إذا أنت فعلته من خلال التمرين يلتحمون مع بعض طبعا يلتحمون أطرافهم بالقرب من بعض وتبدأ الإشارات تنطلق وكل ما تمرنت زيادة كل ما كان أفضل التمرين يربط هذه الأشياء مع بعضها إذا ما تمرنت العلماء شافوا وهذا شافوا في مخ الفئران أن الخلايا العصبية تبدأ تبتعد عن بعضها وما مرنتها يعني كانت فرصة حلوة طبعا هي باستمرار تتمدد وترد وما شابه بس تستغل للفرصة حاول أنك تربط الخلايا العصبية ماذا؟ فالتمرين التمرين الرياضي ممتاز ممتاز جدا يعني العلماء يعتبرونها من الأساسيات للمخ خصوصا مع الكبر اثنين اللي هو قلنا التمرين على الأشياء الجديدة المخ يكون روابط لأشياء جديدة لأنه أنت في المخ إذا تعرف الشيء خلاص روابطة موجودة فليش يحاول ينمي لها روابط جديدة لا يحتاج زين بعدين النوم وهذه حلوة لأنه بعد شنو أحسن من النوم يعني نعم نعم تصح في شكل النوم يعني ممين عدد ساعات عدد ساعات عدد ساعات المناسبة لك يعني في ناس الأبرج ثمان ساعات سبع ساعات إلى ثمان ساعات وحتى لو تقلل بمقدار أربعين دقيقة من هذا يأثر على أداءك على أداء مخك يعني مجرمين تجارب على طلاب الطالب اللي حتى بقدر أربعين دقيقة يتأثر إلى درجة أنه مستوى يقل بمستوى الشخص اللي ضعيف علميا مثلا دراسيا أربعين دقيقة تنوم أربعين دقيقة يتأثر إيه فتبعا بغلك أكثر من شيء أذكر قبل كان يصولون علينا يقولون لا حاول ما تنام إلا أربع ساعات عشان تنتج طلع لا تنتج أفضل إذا تنام يعني الحين مثلا هذا يعني إيلون ماسك حسنا حين أن صحيح ما ينام لا يعني يقول لينام أكثر من 6 ساعات هذا ما يقدر يسو شيء له يمكن هو شخصيا جسمانيا يتحمل في بعض الناس يتحملون الكبار بالسن أيضا ينامون أقل الصغار بالسن أكثر ينامون فنام لأن النوم يعالج المعلومات ويربطها مع بعضها ويجري التجارب على فئران يعطونهم ميز المتاهة وجدوا أن إذا ناموا أخذوا قصد من الراحة ثاني يوم يعرفون الميز أفضل من اللي ما ينامون بشكل جيد فأنت الفكرة شنو أن النوم يساعدك على ربط المعلومات مع بعضها الطلاب اللي قاعدين يدرسون في المدارس والجامعات ليش دائما ينصحونهم أن يحاولون يدرسون المادة بوقت مبكر لأن يعطيهم الفرصة للنوم ومعالجة المعلومات بالمخ ويكسرون أفضل في الإجابة عليها بدل من أنك تسهر آخر الليل آخر يوم طول الأسبوع قاعد تلعب وآخر الليل أتيه علشان تدرس عرف شنو وكذلك تعلم الموسيقى العزف مش السماع العزف أيضا يقوي المخ وفي دراسات عليه من نيتشر وغيرها تبين تعلم الموسيقى تقوي مخك ولفظك وقرأ سماعك وأشياء كثيرة يعني تتقوي مع سماع الموسيقى عزف الموسيقى أي أن يكون نوع الموسيقى ولا في نايم لا لا أي أن يكون نوعها بس مو معناته أن هذا ينطبق على كل أنواع الفنون ومجربين يعني مقارنة بالرسم والأشياء هذه مو نفس الشي الموسيقى أفضل أنواع الفنون اللي تقوي مخك متأكد أنت منحاز عشانك موسيقي هذا لا لا منحاز طبعا منحاز يعني الموسيقى بشكل عام ولكن علميا خلاص هذه ما فيها ولا حتى الانحاز داكي كنفرميشن طيب خليني بالتقل للنقطة يعني مهمة أحس أنها مؤخرا كذا صارت في قراءة تغريدة كانت يعني على جوجل جوجل أنتجت كمبيوتر كمي يعني الحاسوب الضخم هذا الكمي وكذا صاروا الناس يعني يعني هو مهم جدا يعني وأتذكر حتى فيها حلقة سابقة مع الدكتور إبراهيم سلم إبراهيم سلم رهيب الدكتور في مصر دكتور مصر في جامعة نيويورك حلقة سابقة من حلقة منه أنت عندي كان دكتور فكان يتكلم عن حاسوبكم محمد زهران دكتور محمد زهران حاسب علي في جامعة نيويورك لازم أخذها عدي بالبودكاست رهيب رائع بجوز لك مرة يعني فهمية كمبيوترات الكمية وأنه من يصل أنه في تحدي كان يشرح الدكتور محمد زهران أنه في تحدي ما بين أمريكا والصين في من اللي يقدر يوصل لرقم كذا واللي يقدر يطلع بالجهاز الكمي طبعا جوجل سوت التجربة الأخيرة هذه كان يقول ليه يقدر يوصل الأول هو اللي به يسيطر على الاقتصاد العالمي كله شدعوا أمريكا ممسيطرة الحين لا يعني أنه بيقفل يعني 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 العلم بشكل عام يعني ليش أدعو للعلم يعني أدعو للعلم لهذا السبب لأن الدول المتقدمة متقدمة بسبب العلم الكمبيوتر الكمي أكيد إذا أصلا الذكاء الصناعي أنت تتسيد العالم بالذكاء الاصطناعي الكمبيوترات يعني تسيد واضح الكل قاعد يحاول حتى يتسيد بال5G فالتكنولوجيا والعلوم تخليك تتسيد هذا مؤكد الكمبيوتر الكمي أكيد هذه واحدة بس من المراحل البشرية اللي قاعدين نمر فيها الحين اللي عمل الكمبيوتر جديد مختلف عن الكمبيوترات اللي قاعد نستخدمها وغوغل وصلت يعني صلت بين قوسين هذه فكرة تسيد الكمي فكرة أتت من عالم اسمه جون بيرسكل هو اللي أول واحد كتب الفكرة في ورقة علمية وحاول أن يبين إذا وصلنا إلى مرحلة أن الكمبيوتر الكمي استطاع أن يقوم بشيء لا يستطيع الكمبيوتر العادي يؤديها في فترة قصيرة يجب أن تكون مثلا ألف سنة فأنت تسيت وهذا اللي ادعته جوجل أنه بحسب البرنامج اللي سووا على الكمبيوتر كمي أن استطاعوا يسوون عمليات معينة باستخدام الكمبيوتر اللي الكمبيوتر العادي يحتاج إلى عشر آلاف سنة عشان ينفذها طبعا IBM ردت عليهم قالت لهم لا الكلام مصحيح إذا سويت البرمجة بطريقة معينة بالكمبيوتر الاعتيادي التقليدي الكلاسيكي تستطيعون أن تنفذوا الأمر في يومين ثلاثة يعني هناك تحدي لأن تدري هذه أسبقية من يخترق هذا التعريف الجديد اللي وضع جون بيرسكل مهم لأن يعطي صدع عالي للشركة اللي تنتمي لها ف بعد ما صار هذا الشيء صار نزاع الآن وخنشوف الأيام الليايا رح تبين أنا متأكد أن IBM شغال على الموضوع وتبتث بتخطأ جوجل عشان هي شغالة عليه أيضا عندها كمبيوترات ها الكمية فتخيل تنافس داخل أمريكا تنافس يمكن حتى في الدول الأخرى اللي عندك الصين يعني الصين متقدمة فيها الأشياء هذه أيضا فنعم هل هو رح يمسك باقتصادية العالم ممكن طبعا هم يعني في الشنون وش في رقل كمبيوتر العادي هلو أنه ما يتعامل بالصفر الواحد هلو في أساسه يختلف ولا لا يزال أساسه هو يتعامل بالصفر الواحد بس مو بالصفر الواحد المضبوط اللي 100% يعطيك واحد أو صفر احنا عندنا المكان الذاكرة اللي تحط فيه الصفر أو الواحد يا تحط فيه صفر يا تحط فيه واحد أو ما تقدر تخزن فيه معلومة ثانية الكمبيوتر الكمي هو حالة بين الصفر والواحد فتقدر تحط مجموعة من البتات أو الكيوبتز يسمونها مع بعض وكل واحد بين الصفر والواحد وتقدر تسوي العمليات مع بعض على أرقام متعددة في نفس الوقت تطلع عجابات سريعة هاي كتبسيط يعني طبعا الحلقة الأخيرة كانت الأحدث من بودكاست سعير بودكاست كانت بحطها في وصف مع الدكتور شكرا مع الدكتور إبراهيم سلم لأنه يعرف في تفاصيلها ومتخصص في الكوانتوم كمبيوتر فوايد هالعالم جديد علينا يعني نصدع كمبيوتر هادي يعني ظاهر أنه في أفضل 500 كمبيوتر كمي في العالم أو أفضل قواهم يعني فيه اللي هو طب 500 دات أور بس حب في اعتبارك العرب كل ما في ظاهر إلا واحد اللي في جامعة ملكة عبدالله وهذا إذا هل ما أخذنا شارين يعني ترى على فكرة مو الكمبيوتر الكمي اللي الضخم لا لا خل بين نقطة الكمبيوتر الكمي اللي موجود حاليا ليس بالكمبيوتر الكمي الكامل بعد والأحين العلماء يشتغلون على كمبيوتر كمي فعلي يعني بكامل مواصفاته هناك شروط للكمبيوتر الكامي وهذه شروط إذا لم اكتملت بالكامل أصبح عندك كمبيوتر كامل كامبس مع ذلك هذا أيضا يعني يعتبر رائع جدا وسيتسيدون العالم الله يفكي نشره ما يعرف يعني وهذه هي اللي تساعد الذكاء الاصطناعي أن يقدر يكون أكثر يعني أنه يصل إلى مجالات جديدة بس إذا وصلنا الكمبيوتر كما متكامل وش اللي بيغير العالم لا 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 ما لا علاقة فيه مو بالضرورة يكون لا علاقة في الذكاء الاصطناعي يعني الذكاء الاصطناعي ممكن يكون جزء منه تبرمجه عليه بطريقة ما أنا ما أدري شون بيسوونه بس الفكرة أنه أنت قاعد تخترق أشياء لم تكن تستطيع القيام بها في السابق يعني إذا تريد أن تتنبأ بحالة الطقس المعلومات كلها تصير بنفس الوقت لأن الطقس اليوم صعب تتنبأ فيه وايد جزيئات في الهواء وايد معلومات موجودة في الهواء ما تقرد تحسبها كلها في آن واحد باستخدام الكمبيوتر العادي تحتاج إلى برمجيات خاصة لحساب الطقس وتطلع لك نتائج مقوية كسر الشفرات الشفرات اليوم اللي موجودة الكمبيوتر الشخصي يمكن يستغرق آلاف السنين عشان يكسرها بالكمبيوتر الكمي دقائق خلاصة ايه الشفرات هكذا تنكسر وينه نوع من التسيد يصير أنك تتحكم في المعلومات اللي توصل تكسرها بكل سهولة وتدخل تأخذ المعلومات جيب الله طيب قبل شوية أنت كده لمحت كده الجيل الخامس كده السريع يعني وفيه برضا ظهر أنه كان مقطع اليوتيوب اللي نزلت نزلت يوتيوب ونزلت حلقة كاملة اه حلقة كاملة عن الجيل الخامس والجيل الخامس كده في ناس كده حتى تجربوا فالحلقة والرابط والمقطع لليوتيوب فيه مقطع ظهر حتى بعد MKBHD سوى تجربة كده ممتاز وبأحطها كلها في وصف الحلقة سوى تجربة يعني راح لأنه في رايزن قالت أنه عندهم جيل خامس قالتهم تعالوا جربوا يعني اي اوكي هذا فراح يجرب وهو عنده ذي الفكرة أنه الجيل الخامس إنه مضروب اي انه مؤثر مو مضروب مضروب يعني يمقي خربان لا لا يعني جودة تميب زي ما يقولون هالشركات اه فهمتك اه مضروب هنا اوكي لا شلون إنه لازم تكون مباشر له اي فهو سوى تجربة أكثر من تجربة اوكي هذا البرج يقول هذا هو البرج حق في رايزن أنا الآن بجرب شفتها الحين تذكر فيه شايف بدين جرب وهو عند البرج السرعة مخيفة رهيبة مرة صح بدين راح وراء الشجرة صارت الشجرة بس هي ما بينه بين البرج مضبورت انخفضت الظاهر إلى النصف بدين راح وراء العمارة خلاص اللي صار فورجي أصلا مع السرعة فالجيل الخامس اليوم يسوقوا هلا في السعودية في الكويت اي شوف انت الجيل الخامس بالنسبة حق السرعة بشكل عام الجيل الخامس مو باندوث واحد لا ترددات منخفضة تقارب الترددات اللي نستخدمها اليوم وترددات بالجيجاهرتز عالية جدا ما أذكر كأنه عشرين عالية جدا هذه اللي بسهولة تقدر تمنعها حائط المنزل شجرة إنسان يمكن حتى إنسان أي شيء ممكن يأثر عليها لكن لا تعتبر أن العلماء مو عارفين هالموضوع عارفين ودارسين وخالصين منه زين فهم عندهم أفكار مثلا أن يعكسون الإشارة من الحائط أو يأخذونها من جهاز تاني فيوزعون الأجهزة على المنطقة بحيث أن تنتقل الإشارات حتى لو كانت هناك حواجز عبر أجهزة مختلفة من العكاسات من المباني مثلا بس إذا أنت داخل البيت أنت قاعد تستخدم السرعات أو الترددات المنخفضة اللي تستطيع أن تخترق البيت فمثلا أنا عندي 5G في بيتي الحين الـ 5G يخترق الحائط ويدش بس شنو بالترددات اللي تستطيع الدخول إلى البيت ولي تقارب سرعة الـ 4G ولا أسرع تقريبا أنا اللي عندي في البيت ضعيف 500 مجا بيتس بر سيكن 500 أي فبرة توصل 1.something جيجا سريع جدا فالـ 5G ممتاز من هالناحية أنه يعطيك سرعة ومو بس هذه يعني يعطيك سرعة في الـ Data ويعطيك سرعة في الـ Latency الـ Latency اللي هي التأخير الابتدائي هذا التواصل شنو ميست هذا إذا مثلا أنا ماسك أنا جراح ماسك أجهزة طبعا أنا مو جراح السلسة خبعد اللي يستمعون الجدد اللي يسمعون يقولون أنا جراح أنا مو جراح فلا تفترض أنا جراح وماسك المقابض هذه اللي يتحكم في الروبوت وشخص من بعيد موجود في الصين رح أجري عليه عملية جراحية بيني وبينه هناك فترة زمنية لوصول الإشارة فأنا لما أحرك إيدي كجراح أحتاج أعرف وصل إلى المكان ولا لا فأحتاج latency أو سرعة كبيرة جدا بيني وبين الروبوت اللي موجود في الصين وهذا الحين أصبح واقع التحكم في الأجهزة عن بعد أصبح latency بينها قليل جدا إلى درجة أن الطبيب اللي يحرك المقابض ما يحس مشكلة التأخير لأن تحتاج استجابة سريعة جدا من الأجهزة فهذه الميستين الأساسيتين اللي موجودتين في هذا غير الشبكة ضخمة اللي رح تملأ المكان والسيارات اللي مثلا تمشي وتتواصل هي مع بعض يعني سيارة تريد أن تصدم بأخرى مثلا ممكن تبلغها أنا واخري من هذا المكان حتى أستطيع أني أمر وما يصير حادث وإنت ما ماسك تلفونك إشارة توصل حق السيارة وتستشعر وجودك قبل وصولها غير أنه هناك نظر باستخدام أجهزة حساسة مثل العين بس أيضا هناك إشارات لاسلكية على طريق الفايب جي توصل طيب بس يعني دامنا كده يعني في ناس كده تحس أنه مضر بس صح يعني ممكن يأثر على الإنسان خصوصا أنه التردد العالي هذه شوف هذه شغلة الأسف انتشرت ومن غير علم من غير علم دقيقة اللي نقول وايد من الناس نشروا معلومات خاطئة أو معلومات مو مدروسة بشكل جيد وأنا بحثت فيها بشكل جيد وحطيت البودكاست وتكلمت عنه الفكرة نشره أنه يقول لك أنه مضر ممكن يصيبك بالسرطان أو ممكن يصيبك بأمراض معينة بسبب بسبب أن هذه الإشارة قريبة من إشارة المايكروويف اللي نستخدمها في المطبخ فبحثت دعوا ناس أن هناك مائتي عالم وليس الدعاء هو حقيقة هناك مائتي عالم هالعلماء هذين طلعوا بتصريح وقعوا على عريضة أن تقول أنه الفايف جي مضر فأنا بحثت هل هالعلماء هذين فاهمين الموضوع ولا بس وقعوا خلاص أنا لا أدعي أني تابعتهم كلهم لكن رحت لأقوى الأسماء اللي شفتها واحد منهم حائز على جائزة نوبل رسلته متخصص بالفيزياء فبعد منه يفهم بالترددات أكثر من عالم النوبل فرسلته قلت له دكتور أنت وقعت على عريضة أن الترددات هذه مضرة وتصيب الإنسان بأضرار صحية هل أنت عارف هذا الشيء قال لي لا 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 رسلني لا تاخذ رأيي أنا مو مختص في هذا الجانب أنا كل اللي عرفه قرأت خبر بالجريدة أن الطفل كان مشغلين عندهم أجهزة ذات ترددات عالية كان يصاب بالصرع ولما طفوا الأجهزة هذه راح أنه الصرع ولما ردوا شغلوها مرة ثانية وصيب بالصرع هذا كلام فاضي ما تير تقول هالكلام هذا هذا لا يعتد فيه أصلا لأن اشجرك أن الولد ما صار فيه صرع بشكل طبيعي وقت اللي يطف ه الجهاز بشكل طبيعي ما صار فيه صرع ورد صرع بشكل طبيعي ما لا علاقة أي علاقة في الترددات أنا أخير أعطيك مثال مثال حي ينطبق علي أنا الناس اللي شافوا الفيديو اللي صورته معاك سابقا يشوفون عيني كانت متورمة روحوا للفيديو السابق وشوفوه زين تذكرها عيني كانت متورمة وهذه كانت متورمة لعدة أشهر حاولت بشتى الوسائل أن أعرف سبب رحت لأطباء هنا وفي بريطانيا عطوني علاجات ولا شيء نفع معاي قلت ماكو إلا الأكل الأكل هو السبب في انتفاق عيني وتنتفخ الصبح وبالليل تنخفض شوية ويظل حمرار خفيف حوالينا ثاني يوم أقوم نفس العملية بديت أنا أخذ حبوب الغدة في أيامها وطلع لي هذا الشيء فقلت آه حبوب الغدة هي السبب جهاز الكهرباء جهاز الترددات اللي هو السبب في الصراع حبوب الغدة هي السبب في انتفاق عيني فقلت أوكي إذا كان هذا هو سبب خليني أقطع الحبوب وقطعتها ما راح زين قطعت الحبوب ما راح قلت أنا صار لي فترة أكل كاشيوناتس كازو قلت خلني أقطع الكازو أكيد هو السبب قطعت الكازو ما صار شي كنت أكل يوميا آيس كرين بانيلا أحبه مع أني حبيتها متأخر حبيتها بسبب قهوة سعودية قهوة بتيل كنت أروح يوميا آكل عندهم وعجفي وإذا سافرت حتى بالسفر أروح أدور على بتيل لا بتيل مو كل مرة في كل مكان أدور على الفانيلا آيس كريم فقلت أكيد الفانيلا آيس كريم قطعت قطعتها قطعتها لمدة أسبوع راح مني هذا الشيء نهائي فإذا هذا هو السبب اللي كان مسبب لي العين الحمرة هذه واعتقدت أنه هذا الكلام صحيح زين فإذا فعلا الإشارات الكهرومغناطيسية اللياية من الأجهزة كانت تسبب الصراع في الطفل هذا اللي المفروض نستنتجه زين قطعتها فترة بعدين قلت بجرب برجع للكازو برجع لل آيس كريم ورجعت وعيوني ما انتفخت إذا مو هذا هو السبب ما أدري شنو السبب ما حد يدري شنو السبب فالت اعتمادك على التجربة الشخصية وهذا أكرره دائما خطأ لأن تجربتك الشخصية مو منضبطة أنت ما تدري في متغيرات كثيرة من حولك تحكم التجارب اللي تمر فيها العلماء لم يسوون تجربة على دواء معين هم هدفهم شنو أن يعرفون هل هو فعلا هذا الدواء يأثر فيك يشنون كل المتغيرات اللي تؤثر عليك بعد ما يتأكدون يقولون لك تفضل أخذ هذا الدواء هذا رح يعالجك تمام فإذا نفس الشيء بالنسبة لل5G الناس اللي كثير من اللي وقعوا على هذه العريضة ما عندهم علم أصلا أنه فعلا مضر أو مو مضر ما عندهم الطلاع على المعلومة فإذا إذا ما عندك الطلاع ليش موقع فتابعت أنا تابعت بعض العلماء بعضهم ما عندهم إيميلات بعضهم خربوطة بعضهم بعضهم ممتازين من جامعات راقية جدا بس هل هل عندهم هذا هو السؤال فغير شيذي رحت إلى أظن الـ World Health Organization هو وبحثت لأنهما مدعين أو مدعين عفوا هما يقولون أنه ويعتبر يعني مسبب للسرطان وقريت الكلام ما لهم بالكامل عن الموضوع طلعا لا أحنا فهمين الموضوع غلط أن كلها احتمالات ما في تأكيدات وخط ثالث من الاحتمالات أضعف قبل أضعف آخر نوع أو قبل آخر أضعف نوع تمام فإذا فهمنا للموضوع كان خاطئ وأنا سويت اتصالات طبعا اشتغلت خلف الكواليس وفي الكواليس وما بعد الكواليس اتصلت في الأشخاص اللي عرفهم اللي يتكلموا في هذا الموضوع قلتهم يا جماعة اللي قاعد تنشرون الخطأ واشتغلت على البودكاست وحاولت أني يوقف الموجة هذه وشبهت ووقفت يعني ما حد قاعد يقول الحين غلط لأنه الحين عندك المعلومات الصحيحة عندك معلومات تستطيع أن تثق فيها فهذه المعلومات اللي تستطيع أن تثق فيها وايد أحسن من الإشاعات اللي نشروها كثير من الناس وسووا ضجة فترة اللي راحت يعني الجهد اللي تتوي والله ما بطبيع كل مرة أشكرك الله يعطيك العافية والله وتحريك المعلومة ومصداقيتها يعني يعني شي يعني يذكر فيشكر يعني فيعطيك العافية والله شكرا جزيلا لك يعني أحسن فيه يعني حديث حديث يعني يعني الحديث يعني من الحلقات اللي كده أنا أستمتع يعني وأنا جالس يعني أنا أول المستمتعين وأنا جالس أقابلك فشكرا يعني شكرا لوقتك يعني أحيانا كده لأنه وش من الفواد اللي أحصل عليها من فنجان يعني هي لقاء أمثالك يعني حقيقة ما تقصر بالعكس أنا سعيد أني أكون معاكم وإنت تعرف أنا شكثر أحبك كالشخص يعني ناشر للثقافة وناشر للعلم وأي وقت حبيت نقعد بيبعض حياكم الله يسعدك شكرا دكتور شكرا لكم شكرا لصادق درازي خلف الكاميرات محمد الحسن في هندسة الصوت ومحمد نادي في تحرير هذه الحلقة وفي الإشراف على بودكاست فنجان والإذاعة في ثمانية مازن العتيبي هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل ألقاكم